خير لو سمحت مستر محزوز موجود محفوز تمام الفندم هو موجود في معد ممكن تقول له نيلي وشريهان أحفاد مكاوي تمام لاحظاته أبن لغ أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يا بنات إزايكم هاي معقولة كبرت وحلويت وقوي كده أهلاً 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 تفضل مرسي ده من ذوقك يا حج حج؟ أكيد أنت بنت عبد الحليم صح؟ صح وأنت بنت عبد الله أيوة وأنت ابن مين يا حبيبي؟ أنا ابن صادق جد الحبي مين صادق جد الحبي؟ أبوي هذا سيف هو مش قربنا خالص أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً أحنا كنا عايزين حضرتك في موضوع أنت تؤمري بس مش نشرب حاجة تطرية على قلبنا في الأول عندنا هنا مخيطو يجنن متر تحت عمرك يا أستاذ محفوظ أربعة مخيطو في سرعة لو سمحت أكسترا ليمن أكسترا من أكسترا أي أكسترا جيبنا رومي وحاتبوكو سياح أكيد أكيد أنت بنت عبد الحليم وأنا對吧 الأمن أهلاً وسهلاً أهلاً أكرم آ Rainbow باباك عامل ايه؟ لا انا ابوي الله يرحمه مات يا حج الله يرحمه ويحسن اليه يا رب وانتي باباك عامل ايه؟ انا باباك في السجن انا امو اكرم اهلا بسهلا لا لا وانت برضو بابا في السجن؟ لا انا بابا في السعودية معلش يا بنات انتو لازم تعذروني انا بقى لي عشر سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغرداء وانا ببنزلش القاهرة لا اعرف فيها ايه ولا دلست هيا بيعملوا ايه؟ حلو اول ملوخيتو ده بس انتو ليه مش بتخرطوا الملوخيتو بتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش ما عجبنيش بيلسع كده بيانك في حاجة مصننة ده حلو اول دهول انا هاتش الملوخيتو ده ايوه؟ اه انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمة كده تحت امرك يا حبيبتي بس مش الاول تشرب الدرينك بتاعك علشان تبلي ريك وبعد كده نتكلم والله انا مش قادرة خالص اصحنا جايين من السفر على حضرتك على طول او مش عايز انو الوخيتو بتاعك لدول اتفضل انتو جايين من السفر على هنا على طول مش معقول يبقى انتو بقى على لحم بطنكم لازم تاكلوا عندنا هنا فيل يجنن بنجيبه من مزرعة بتاعتنا في نيوزيلانجا انا اول مرة اصمع ان الفيل بيت تاكل طب لو امكن بقى يبقى حتة مزلومة عشان تبقى مقرمشة فيل ايه متخلفة بيقولك فيل او ديلي يعني لحمة عادي اه يعني اكل ايه طب لو اكل بقى لا مش عايزة لحمة ممكن بقى شوية فراخ كده محمرة على رزه ملوق او حواوش عندك حواوش يا حد اه ها 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 فعلا فعلا بنت عبد الحليم اه ها 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 على العموم انا تحت عمرك في اي حاجة انت عايزة تكلية اما الحلو بقى فاسيدي علي عندنا كرامبريوليه يهبل إيه البرة وليه ده يا حليم؟ ايش ما قولك فعلاً بنت عبد الحليم هو ليه كل ما قول لحدك حليم؟ فعلاً بنت عبد الحليم هو أبويا ده كان بكابورت وانا مش عارفها ميستر حنتوس هتشرب الملوخيت متاعك؟ لا لا تفضل يا حبيب هديني بقى ملوخيت ولا بقى؟ كيف على ملوخيته؟ سيف؟ انت كويس؟ انا كويس اوه بس الملوخيتو ده بيمش البطن وانا مش شايف حمام هنا ولا انتو بتحفوا حرف الارض ولا بتعملوا ايه هناك؟ لا لا الحمام هناك على ايدك اليمين طيب اش اروح انا بقى؟ اتفضل اتفضل لا لا الحمام انا مش مهم انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمة ضروري قوي احتى قمركم يا حبيبتي انتو مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبالي دياما وانا صغير ساعدني وقف جنبي ده صديقي الصدوق حتى بالامارة كمان العربية للدهالي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده الغايد دلوقتي كانت وش السعد علي عربية ايه؟ عربية الدهالي زمان قبل ما يموت الله يرحمه طب هي فين العربية دي؟ موجودة هنا طبعا طب ممكن نشوفها بعد اذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت عمرك تفضلوا تفضلوا تعالوا ايه؟ 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 معلش يا انكل محفوز اصلحنا عندنا شوية ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس فممكن العربية دي تحللنا الازمة مزنوقين؟ اه اه طب في حيث ان انتم مزنوقين بقى انت متعدوا علي اول كل شهر هغديكم ولا عشيكم ولا هدوكم حاجة اطفحوها ايه يا عم انت واحنا منطلب منك حسنة احنا منطلب حقنا طب ارعيك بقى يا برينت ان احنا مش هنخق من هنا الا أن ما ناخد العربية دي لا هتخرجوا من هنا ومن غير العربية دي وحتخرجوا بالزوق احسن ما جيب الامن يهزقكم ويبهدلكم افهوم؟ يوم وهتدفع تمن المخيط اللي انتو اشتبتوه على فكرة انت اللي عزمت علينا يعني استني عشان بيقولك هندفع المخيط معاك فلوس يا نيلي لا طبعا انت معاك اكيد لا ما كنتش سألتك طب نشوف سيف اكيد معاك اكيد سيف بيعمل ايه ده موسيقى هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده تلسه بتقولي عليه انكل ده راجل معندوش دمير ايه ده نعيم 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 يا نعيم يا نعيم يا نعيم واخش تانى يا نعيم واخش تانى موسيقى انت بتكلم انجليزي لها يا ده نعيم اسكت بقى كفايا فضايا خليك ماشي ورانا هنا طب تفتكري العربية دي هيطلع فيها الفلوس فعلا لا طبعا ما كانوا لقوها من زمان اكيد عدد تانى ايه لا عدد تانى لا انا مش اقدرة على الفرهادة دي بقى بجد بس يا حبيبي بقلك ايه شرهين ما تجي نفكينا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضلنا يومين في الجونة وخلاص وبابي بقى هارد لك هوا حظه كده هنعمل ايه؟ انتهابنا يا بيت انت جونة ايه؟ هارم عليكي بقللنا بقى فين الياخت بتاع صاحبك مو ده عشان خلاص رجلها ورجعتني خلي اخت اهو ايه 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 انتو توقفتك وده ليه؟ مفيش اصلا ايه 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 بس بقى ايه اضيهان اللي انت عامله ده يلا انت فاكر نفسك بتنشط السياحة يخلتك سياحة ايه دول زمالي في المعهد وجيت هنا سبحان الله لها ايدم صدفة قول ايه لها سماح؟ يا جماعة مالكو افشين كده ليه؟ يلا طلعوا بسرعة ده الست قريبتكو دي طلعت جامدة بس قريبتنا مين دي؟ ايه واو خلتوا صباح نهار سودي خلت انت جتي مع مين؟ جت معايا انتو متعرفوش تزوغوا مني فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوة في الحفظ والثون خطفتوها يا كلاب؟ لا بنفرجها الشعب المرجانية ماما ميمي لو سمحتي قعودي حبيبتي ماما 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 كلاب ماما ماما واهم أنا ياختي ما سلمتش حد ومعرفش حاجة الراجل جالي وقال لي إنه هو صاحب وسألني راحوا فين قلت له يا أخويا راحوا الغرداء قال لي طب أنا رايح له قلت له طب والنبي يا أخويا عشان خاطري تاخدني معاه خادني معاه مش أنتو اللي سبتوني وتلميتو على بعض ومرتوش تاخدوني قال إيه مفيش مكان في العربية أجيني جتلكو على قلبكه أنت عارفة الراجل اللي أنت جيبتي هولنا دا مين هيكون مين يعني الزفت المساعد بتاعهم مدحب اللي إحنا ما صدقنا إن إحنا خلصنا منه تخلصوا من مين يا حلوة إيهوا وتتخيلوا إنكم تقدروا تخلصوا مننا أي حاجة بتعملوها بتبقى تحت عنينا فما تفكروش إنكم تقدروا تزوّغوا مننا عشان دا مش هيحصل خالص لا خالص نزوّغ إيه احنا أصلاً جايين لغاردقة عشان أنا أخد ثاني وانا كمان حتى أيقط سنكست مش حاسس أنا كمان مش حاسس وبعدين كمان!! عشان ندور علي الكنز وإحنا فترش ههاهاهاها وكنت رايحيني محفوظ عشان تبقوا فريش برضو اسكت ده عندهم بقى كريمة البراولي دي تحفى بص مزلزة كده ده اللي بحب الظلزة تخد امسك يا مزلز انت بقولك ايه يا خد انا مليش خلق انا جاي عشان هصيف وانبسط وشم هوا وشم النيثيم كمان معاه عن اذنكم بقى براحتك يا بهدورة براحتك انا رايح اخوي اعود مع الشباب بقولوكو ايه انا مش جاي لنا هرد احنا ورانا شغل ليه كوية عند محفوظ لقينا عند محفوظ العربية اللي كانت في اللغز حلو قليتو فيها حاجة ما عرفناش نوصل لها متعلقة في حتة عالية في المطعم احيل وحنعمل ايه؟ ولا حاجة هنروح بالليل هيكون زحمة ودوشة وكده فهنتسبسب في وسكن هنتسبسب ايه؟ نتسبسب ايه؟ ما هنتسبسب اوكي ووهيفر هنتسبسب في وسط الناس ونوصل لها لو اتقفاشنا لا 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 ما تلووش من الحكاية دي حتة لو اتقفاشتم هخراجكم منها زي الشعر ملعجين فطوكم بعافية بس سوعوا تفتكروا انكم تقدروا تغيبوا عن عينينا ها؟ اشتركوا في القناة 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 ومن شغلانة اشتركوا في القناة 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 ايه يا عمو انا كنت عملت فيها حمام لأ رجعت فيها خلاص معلش مساحة فيي انا مش القذار اللي عملها الموقف يا عمو انا معلمش انت متعصب على ايه دي عربية نص نقل ايه بس عزمها شديد برضو يا سيد نص نقل ايه يا هاي في انت وهو انتو عرفية عربية دي بكام معلش بقى ما تخلوش يفصل لك احنا كنا مفرفشين ايه يا عربية دي انت بتوزع بها جابنا ايه يا واجه يا سيد ما تبقاش كلح كده قولي الراجل كلمتين حلوية واتا يا اخوي ايه دا سوية كده دا انت حلو كده ايه دا سوية هو ايه جماعة اللي حصل فيه ايه تعال يا نيلي شوف اللي انت جايبها دا رجع في عربيتي وانت عارفة انا بحب العربية قد ايه لأ ومتدايق قوي ان انا زعلان وانا ما عرفوش اصلا ولا اصلا ما عرفكش وما شرفنيش ان انا عرفك ولا انا شرفني اعرف واحد لوزر زيك بش اخلك ده يا جماعة استاهدوا بالله دا الشيطان ودخل بينكم وهو طبعا طبيعي ان الشيطان يبقعد معانا في وسط الخمرة والنسوان دي عادي اسماله على شكلك انت يا حبيبي مانو بقى شكلي شكلك حلو وجميل وعضلات وحاجة تقرف وعندك شركة ومعاك فلوس الرجولة مش بالحاجات دي كلها يا حبيبي امال بايه؟ ايه يا عمنا دا انتابه المفهومية وعارف الرجولة بايه ومش بالقذرة اللي في دماغك دي مموتش حاجة بالعلم اللي قدامك ده وابلا فخر حاصل على السنوية العامة بمجموع مية وثلاثة ونص في المية اتنين باكاليريوس بامتياز مع مرتبة الشرف حاصل على الزمالة من جامعة السربون كامبريدج وجامعة المنوفية دا غير ان انا حاصل على الحزام الاخضر في الكاراتيه وحاصل على لقب بول بول طليعة الكشافة البحرية احنا 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 كراسنة البحار احنا املوك الكاش في النار والنار بتقيد على سقفة ايد بحرية 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 ولا يفرق بالنسبالي الهبة اللي انت عملتو دا بعدين ايه اللي انت لابسو دا لابس لي قميس كرو جايب بانطلو قصو عاملو شرط وشرب ايه باشكتب البحر احنا اقدم البحرة طيب احنا ف promet ايه ابن الجسما لا 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 فارم الي اقبل الراجل دا تابع ولا يغلط فيه بأن Lun GM انت هتذكر علينا ولا ايه ايه يا عم اللي انت عملتو دا اطلع مرة نطلع برا فين دا شقت بو كشه أبوك يا مش هطلعوا مرة؟ انا هوريكم لا لا انت هتهدثها يا بنتي ورايا كده انا اللي هحميكم هيرجعني الايام الشهاوة تاني لو قربت من هنا هتتقطع كده 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 الجزل وكرا هو تلوي احيان احيان ايه ياوات فلسا فلسا ياوات بتعملي ايه ده خطيب دي اخيتي النجاسة يا ابني السرمة اه 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 ياما خلاش حاسب وسع 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 تعلن شركة مصري الطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها احلى عروسين وسع 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 اللي قاعد يقفوا الوقف يوسع وسع وسع يعمنا العريس ده يهمنا وعرسوا من عندنا نحييهم من قلبنا يخليهم ربانا سكة حديد مصرية عرسنا مية مية سكة حديد مصرية اه اه ياما pref ان اه يدم يعم قولة وانه قول يعم رش بفوت يعم قول وانه قول يعم رش بفوت احنا بتوعي المزانية وصل من كدا بكتير احنا بتوعي المزانية وض termin كدا، بكتير احنا بريق الفوكواوة تتتتتتاتها قوضة قواة نحن بريق الفوكواوة تتتت Mercy قول لا اللي حبيبتي بحقولة جاي تسنيني بليز ابعد عني انا مش مصدقة انت ازاي مش مستخبي ازاي مش مكسوف انت عايزم قريبنا عايزم ناس معك مشان نيلي في ايه بس هي اللي طلبت الحقيقة وبعدين انا شايف ان ده حقها كسر حقها كسر حقها هو ايه حقها ده اصلا حقها ده حقها ده شيء بصغر من الحق الكبير يعني حق زي بقها لا مش عضو في الجسم خالص حقها ده شيء معناوي حقها يعني حيقول لك خد بالك حقها تقزى فيها تقزى فيها دلوقتي خربت عيه وحقها وأهلعه والقرف اللي هي جايبهولنا في حياتنا بابي لو سمحت يا بابي انا اول مرة في حياتي اترجى حد I'm begging you لو انت مش خايف على مستقبلك خف على مستقبلي انا خف علي من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده حاضر يا حياتي حاضر بس انت اوفر ممي ملاء يوسط من كدا كتاب هيا لو هتعدي هاشاااااااااuel وصعل 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 لقا حق ones who walks in front يوسع وصلت عرساتنا الامورة اللي عايزنا مليون صورة يلا نعمل لهاهههههههههههههههههههفورا واتنيينيي امتبي الفن وإسناله ياسنت ِ اتزري لعباته هاي can i موسيقى 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 يعني اللي عايزي شوفها ورق عينب هيشوفها واللي عايزي شوفها كوقعها هيشوفها الله طحفة طحفة طيب والنبي يا هاني أعمل لي واحدة زي دي فرح لا يا عبيطة فرحنا بقى شهلك اللي افتكاسك كبيرة ايه؟ هنعمل الكوشة متحوطة بشجر الموز والكوشة نفسها معمولة من قشر الموز الله ما تزفلتش دي يا هاني خطر؟ لا ما تخافيش ما احنا هنرش انشارة خشب الله عليك مبدع يا هاني لا بس فيه سؤال مش كوشة الموز دي لو تركنت شوية تصمر ما انت عارف الموز لما يتركن لونه يغير معاه يا بنتي ما دي بتنزل فرش؟ يعني واحنا عند المصورات يكونوا الناس بيقشروا في الموز دورت بيتك يا قمر بسلام لي يا سعبته بقولك ايه يا خبو؟ اقبري انت حتواجيني فين في شهر العسل اه اختاري باسد عاوزة تايلند ولا بالي؟ بالي؟ بالك؟ لا خد بالك يا سعبته ما تكروتنيش انا يا اخويا عايزة شاليه يا في مراعيه يا كازافلانك اللي في السحل الشمالي كازافلانك كازافلانك ايو ايو قريناك طب احسن اشوفلك حاجة في امون او الرواد ده في السحل الشمالي برضو؟ ايو بس تاني مين ماما قوليلي بقى ايه القلاجة دي؟ حل؟ حل؟ ده هيكون منك حتة مقجرة منين؟ مقجرة ايه؟ انا مفصلة طبعا مفصلة منين؟ ده انا رحت مخصوص للتارزي بتاع استاذتي وملهمتي غدا ابراهيم عشان يعملهولي وقلتله ان انا عايزة اموف غامق عشان الاحداث احداث ايه؟ ما عرفش هي دايما بتقول كده في اي احداث اسلاموا اسلاموا ودلوقتي لحبيبنا اللي مشرفيننا فاكرة الكليب الكليب ده اهداء لخالتي صباح خالتي صباح اللي على طول بتقلي مني وبتهني مع انها يمنى بس معلاش انا جلدي تخين وبستحمل وجي الوقت يا خالتي اللي تعرفي فيه ان هاني الدبدوب فنان مقهوب وقبل لات ده اشوشو العب يا ابن الكليب اخدني معك بالجو الحلو خليني معك السراح يا حلو جمالك جمال جمالك جمال مش عادي وكلامك كلام كلامك كلام حلوة عرصتي حلوة عرصتي وقتها نقاور حيني حسدها حيني حسدها شوفتني وانا عاسفوره ya سعر وقبر حوني حنال معايا خحيت ايدي وو حدؤ هوا ع الا قد ما شوفت وعشي ايه اشتركوا في القناة 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 يا سمير يلا اعمل همالناس جعانة اوعي هاني المنزر ده مش كنت عملت البوفيء اوبين اضين ايها يا بنتي اوبين يعني مشاكل يعنى اخناقات يعنى هتخرج بطبئك وصدت غرص في رأسك لا بردك الناس التاريق علينا كده التاريق علينا ليه؟ يا بنتي انت مش فهمك كل علبة فيها سندوتشين جيبنا رومي وسندوتشي لانشون وكنزايا ده غير بقى علبة الحلم ايه ده في لانشون؟ ها؟ طب ما تقول كده ارجع لي يا ابني بالصانية دي طلع لي بقى كل سندوتشات اللانشون اللي في العلب عبيها لي في الكاس وانا هوزعها بمعرفتي هو اي حد هياخد لانشون ولا ايه؟ الاكل عجبكم؟ بالهنة والشافة خدت لانشون يا حج لانشون؟ ايه هو اللانشون ده يا بنتي؟ اللانشون يا حج اللي هو بيبقى مدور كده وحمى اللحمة يا حج لحمة؟ اه لو فيه الصالح حكي؟ لا في الصالح يا حج طبعا اتفضل اتفضل بالهنة والشافة؟ اتفضل يا مستر مونير انا عادة بدي كل واحد سندوتش لانشون حضرتك اتنين ايه ده ايه الحاجات دي يا انيسة شريهان انا ما باكلش ماما كانت منع اي لحو مصنعة تدخل البيت علشان كده انا ماشي باللانش بوكس بتاعي طب ليه حضرتك؟ ده لانشون صلاح وعبد الفتاح مشكلة اسامي يا انيسة شريهان دي وصية لازم تحترم عايزاني ما تخانش لا يرحمها الستة الوالدة حفزت عليك من فوق وتنشت من تحت فضل يا مواستة فضلي بالهنة والشيفة يلا بنت يا نيلي انا وابطلعش اللانشون ده الا للغالي خد انتي وصاحبتك ساوي شكرا انش عايزة منك اللانشون وصاحبتي على فكرة سماه سو ايه بنت التناكة بتاعتك دي بفستانك الاحمر ده قصما باللافة ان انا بوسي ده معاما اتمرين منوكة احلى منك دوبي 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 بتي سمعتي بتقولي ايه؟ دي فكرة اني احنا بحفلة تناكرةية يا نالي يا ايوه بس انا كان فعلا نفسي في لانشن انت بقيت زيهم؟ بصي شايفة الست اللي الترقص فوق التربيزة هناك دي اطلع يرقوشي زيها كده فوق التربيزة وعمالي ببطنك كده قولي عايزة لانشن عايزة لانشن قديني رمضان انا قلت عايزة لانشن ماما ميني ما تقليش الساندويتش نيان اخذي هذا الساندويتش ما تخليها اشتأكله الحلو يجيبي الحلو تبقى تلزقني انا ما قلت زيهاني حتى دك يا ميت حتدخل الفلوس دي بكرة في حسابي في البنك بأي طريقة كانت يا اخي يا ده وقتوه موسى الخير موسى الخير من فضلك بلاقيش شاحن بتاع الموبايل عند حضرتك صريحة هو عندك مالش نقولك طب انا افتكرت انا معايا تقريبا واحد في العربية ما انت مش عادي شاحن خمزاج حتى نقولك ما تيلاش عن بحراج شاحن عندي اه لما دخلت الفرح لقيت كل الموجودين بهوات حتى العيال الصيعة والشمامين بهوات حضرات السادة البهوات معنا ومعكم نجمل اغنية الشعبية ونجمل موال في الوطن العربي اللي ولا واحد ولا مية يقدروا ينفسوه اللي ولا الف وخمسمية يقدروا يهزوه المطرب الوحيد اللي دعا الى السلام وقال السلام عليكم المطرب الوحيد لما يغنوا الدنيا برد تلاقيها نار النار النار المطرب الوحيد اللي سال على عم سلامة في شدته معنا ومعكم نجمل اغنية الشعبية بشرة لكل العيانين اغنية الشعبية اغنية الشعبية اغنية الشعبية اغنية الشعبية اغنية الشعبية اغنية الشعبية من ناحية بلدي اكيد بلدي مش مختلفين الحق بقوله على الابت لو قدام مين بنغمض في عيوننا بنعمل اننا شايفين والطوبة يجاد في المعطوبة ووقعنا في مين يا جماله محدش يمشاك ولا انسان ولا جان قمر 14 والله ربنا هيحسبك على الحيثة اللي لنلق وكلامي قولت وقابت يا رب وعيدنا زل العيوننا شهلة كيان على قلب سحره ده هيخدنا سقفولى الليلة ليلة وكلامي قلتوا اهيا بختوا يا رب وعيدنا زل العيون نشهلت كيانا على فيلم بسحره ده يا خدنا الليلة ليلة وكلامي قلتوا اهيا بختوا يا رب وعيدنا زل العيون نشهلت كيانا على فيلم بسحره ده يا خدنا الدحكة حلوة وكلامه خلوة وما نشهلت ده في الدنيا كل الليلة محوا او شبنا محوا فيلم بسحر ولا نمسانيا محوا لازم يزهر ما ينامشي ده اكيد من الخوف في حد يشوف المنظر ده وفي ليله ينام ده امر طبعا غزبا عنك وسلام تشوف صلو على لنا بخل اليوم ده يعدي بالسلام اسفن يعرسن احنا بنتحك مش قاصدين حد بنحذر ويكمل فرحة لا انا في علام بتكلم ده الليلة ليلة وكلامي قلتوا اهيا بختوا يا رب وعيدنا زل العيون نشهلت كيانا على فيلم بسحره ده يا خدنا انت ازاي تاخذي مني المايك وانا بغني انت مكدونة هابدت انت وانا اخذت منك المايك ولا انت ايوه عشان تتلعي 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 في الرجل انت والبتاع بتتلعي منتها حبيبتي انت لازد عفيدة عنتي بخالتي كاده اللي انت بتقولينها هو معرفكوش يا جماعة خلاص قلنا صلوا على النبي خلوا الليلة دي تعدى على خير بقى والنبي انتو بايته قريب ونساف في بعض استيس حكيم من فضلك ملكش دعو بالنس دي لانها زهقتني في حياتي وانا اسا قوي نخدت منك المايك في الاغنية بس كنت عايزاك تعرف الحقيقة ايو بس ما كانش فيه داعي للنمر اللي انت عمتها قدام الناس دي حضرتك مش فاهم هم بيعملوا فاقيق ما بس ما يا بيت انت تحتحكي له قصة حياتك الرجل مش فاضي اخ راسي بقى فضحتونا فضحتونا مش ممكن استيس حكيم مش عايزين نعتلك اكيد عندك افراح وحفلته كده يتفضل فين يا امورة يتفضل فين استيس حكيم جاي يقعد معنا لحد الصبح عشان هو نكم الشعبي يعني من اينا احنا مش من نو كنتوك ده مغني عالمي غنى مع جيمز براون اللي بتقوليه ده استيس حكيم ما عرفش الاشكال دي خالص والله هيتلاقيه جاي عشان انت روحت ومسحتونه البيت انتو الاثنين متلمي نفسك يا بيت انت هاني ده اكبر نبتش ومتعهد حفلات فيك يا مصر اساسا استيس حكيم جاي عشان بابايا انا او ده بابا؟ ايوة بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا نسبة زيت معي تش ممكن يعني جد انتي بتعملي ايه يا ولية مش انا اللي باعمل ده هو اللي بيع هو وانتي بتهببه ايه الوكب محزور وعايز يشخ والكنيفة عندكم مشغول يستير ورا المسرح ولا يستير هنا في الميا انتي بتقولي ايه انا مش فهمة منك حاجة بسي يا حبيبي كفاية ايه كل الميا دي هو اشرب ايه اشرب ايه يعني شرب ازا ستنبير اطلعوا برا برا البيت خالص يلا برا ماشي يا اقتماع يلا امشي يلا يا ابني يلا امشي بقى يعني اولع في البول ولا اولع في البيت ولا اولع في نفسي ربنا يسانحك يا بابي يارب الزفتة دي تعدك بالليل بسني لي انكل سليم عمёه تعالي ايه ده حضرتك عامل كدا ليه واحد انتهز من الموبايلي بتاعي فصل شحن جابني هنا واقلنا سارك كل حاجة محفظة موبايلي سارك كل حاجة واحد من ين من الشارع من هيدا؟ من نول؟ ما ليش شانكلام باري سوري مش عارف اقول له حضرتك ايه؟ طب تعال اجيب لك حاجة لبسها ياريتم النبي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟ طبقه في فدره ولا حاجة؟ استر على نفسك وعدم من ده؟ مدير البح؟ ايه اللي انت بتقولي ده انت تجننتي؟ تجننت ايه يا حبابتي؟ تي عايزين اكدب عناية؟ واقفة مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده هتكونوا بتعمله ايه يعني؟ بتلعبوا استيميشان؟ يمكن كان بيعلمه في النون القتال بس يا متخلف انت وهي ده انكل سليم قربنا هو واحد من الزبالة اللي انتوا عز منهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه لا حزبي على كلامك يا حبيبتي وفارميلي عندك احنا ما نعرفش ناس الزبالة وبعدين احنا شعرفنا ما يمكن هو جاي الفرح مهوي على نفسه كده جاي فرح مهوي ازاي؟ هو جربوع زيكم؟ عالقل جايين بما لباسهم خلاص اهدي يا شوشو اهدي خلاص يا استاذة انيلي احنا هنحل الموضوع ده هوت بقولك ايه؟ مش يمكن يكون الواد ايمن اير ده هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمن اير ده؟ انا اضطريت غصب لعني ده مثبتنا انا مرتين يا هاني طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ ياما في بيتهم ياما في شرعب عزيز بيفور الحاجة اللي معاه ما تقلاش يا حاج حاجتك عندي انا هجيبها لك حاجة ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم الحق علينا ان احنا عايزين نساعدكم تساعدوا مين يا حرامية يا باور؟ باور ناور يا قبلة whatever انا هكلم البوليس حلول عشان يجي يقبض عليكم تعمل اللي انت عايزة انت هتقر فينا الو بوليس؟ ممكن نعمل اوردر لو سمح؟ عايزة بلغ عن سرقة بيلا عبدالله مكاوي ارسوا انغري السود لسه قفل حالاً جيته بسرعة قوي لو سمحت أنا عايزك تقبضلي على دي ودي والولد ده اسمه هنيل أرنوب أرنوب ده ايه؟ ده بدوب يا باشا هو إيه اللي قبض على دي ودي ودي لا يا باشا أنا اللي عايزة أبلغ عن البت دي قفشتها في وضع مخل مع راجل هتلاقيه متلقح هناك كده في دروة بملابسه التحت نية إيه هتلقى ده بتاعتك دي يا مجنوع ده أونكل سليم يالا يا سائع يا بتاعت أونكل سليم بس بس بلاش كلام فارغ انت عتظلم الكوي ايوا انا معايا عمر بلعبد عليك تفضل معايا ليه؟ بدي امراضي انا مالي بمراضك انت شركتك تملك بخيرة وكت طلعة من إيطاليا للصين ايوا تفضل معايا عشان البخيرة دي غيرت طب وانا مالي يا فندم وانا لسوقتها لا احنا مسيكنا السواق اتفضل لا 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 اتفضل طب لا سمحت يعني ممكن اكلت اللويء بتاعه بس بيكي لأول لا بشها التعري بس بقه هاي بيسو ام فاين الحمدلله ما فيش مركب من بتوعنا غرقة في أوشن وعليها بداع كتير قوي فالشركت أصحاب البداع هم لقدموا بلاغ في بابي واضح ان في ناس وشهم حلو قوي علينا تبديها بالجاز ما دي ولا عملي فيها خلت استني بس ما عندها حق الصراحة ده احنا قدمنا محني ده احنا جبنا ده غير راكل ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللقسامه هي السجنة طيب اخرسي بقى اخرسي بقى وسكوتي وتنيلي على عيني حاضر قالوا لنا انها هيخرج بعد شوية بس قالوا لنا هيخرج بكفولة دي النوع من انواع العقاب كفالة اوكي ايه الكفالة دي نتفع سعب اقف لي يا سوى دلوقتي بعيد طيب يا عبدالله بيه اسيبك انا اروح الحمام وبكرة الصبح نتقابل ان شاء الله وانت تستنى في الحمام لغاية بكرة يا مونير يا دوبي عبدالله بيه بنوية بنوية جوزي حبيبي الحمدلله السلامة يا سعب الله يسلمك شدة وتزول يا عمو شكرا بنتي بابي طلق الست دي دلوقتي حالا دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم البرك بغرقة والمال بعد تويكس هتعملي فينا ايه ايوه هتصدقها يا سعبدو ده انا وش حلوة قوي ايوه يا اخويا اتطلقني ده انا قدمي حلو هي بس اللي من نفسنا مني شوية انا ايه ايوه من نفسنا مني من ساعة ما شفتيني نفسها فستاني الفراح وانتي مش طايقة نفسي بس 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 فستانك ده سكوتي خالص سكوتي خالص بقولك ايه يا بيت انتي انا خرق في مناحيري ومش مستحملة ومش نعصاكي كيفية البتاع ده طبيع على نفسي محوطاق على نفسنا كلنا انتي اللي مش متعودة إنتي شعرفك يا بنت إدي زكرة تتعويدها ومش تعويد اسبوتي يا من الزايا متفتاكها إيه دفتاك يا من الزايا متفتاك بس إيه اللي إنتم تعملوه ده؟ أنا مش مصدق هاوي صباح أنا تعباني السلام دك يا حبيب تجروا يلا إخوي حط إيدك في إيدي كده بس كان نفسي نتزاب في الأول يعني زعابته مش مهم ما تسمعيني زغروت يا بيت؟ رحيتهم رائبة ها امبسطتوا بالكليب اللي انتو شفتوه زي ما أنا كده امبسطت واشرقبت عنقي و بقولكو إيه؟ نيلي نموذج من ضمن نموذج موجودة عندنا ما بتعبرش عن طبقة ولا بتعبر عن جيل لكن هي بتعبر عن ناس موجودة في حياتنا في أيام السودة أيام غبرة الحقيقة هم؟ سعيدة؟ أيام غبرة؟ هو أنت بتتريع؟ واضح أن أنت مفهمتش الفيديو كليب أنا مفهمتش؟ آه أنت مفهمتش بس أنا متأكدة أن تارجت أودينس بتوعي فهم و أنا عايزة أقول إيه؟ يعني أنت شايف أن الفئات المستهدفة اللي أنت بتعبري عنها أو اللي أنت بتدفع عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده رأس دحكة زار يعني أنا قعدت أذاكر كل الأغاني الشعبية بتاعتهم لقيت أن هما بيعودوا ده أخينا يا دنيا و قالوا لعبتي يا زهروت تبدلت الحاجات وحلاوة وهم قاعدين يرقصوا كده فأنت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه و بيسمعوا بيستمتعوا بيهوة وبالزبط جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوا جداً عملت لهم أغنية كلها وجع و ألم و فيها رأس فأنت بنيها بنرأس أيوة بالزبط وجبت فقراء كثير قوي يتفرجوا أنت مش فهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي عملت لهم شو أنت عزي بي مطربة صحيح؟ خالص 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 أنا بس عندي سؤال إيه علاقة عبد البصد بيتعمل له مساج و إنت بتعملي إديكي بمعاناة الفقراء ما فهمتش إنت عارف في كم نوع مساج؟ في نوع اسمه تاي مساج ده بيوقع الجسم جداً إيه أيوة طبعاً فدي معاناة في معاناة تانية أنه مثلاً لو بنت مثلاً تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي أو عندها مشكلة في أي حاجة أه وبتغير أه زغزغة إفاكت دي أيوة لو هي بتغير من رجلها طب ذي تعمل إمش دماني فعضة بعضها ازاي؟ بالزبط ما لازم بيقى منطقيين بالزبط دي معاناة؟ أنت عارف أنا بعد أكتر من ساعة قدام ألوان المانيكورة عشان أخطار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة؟ لا إنت كده ممكن ضوافرك تنمي اللتي بتهزاري ألا إيه؟ طب أقول لك حاجة يا جو إيه؟ أنت عارف أنه ضوافري بتتأشر لما تعمل أكريليج؟ لا 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 ما تقوليش كده والله العظيم بتتأشر إيه ده؟ طب وعدين بتعمليه في الموضوع ده؟ يعني بيكون فيه حاجة بتعالجه بس خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج لأنه بقى مهم نازم نتطمن يعني ترجع زي الأول وعلا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شوية بس بقولك بتاخد وقت طويل يعني لا ربنا يستر بصراحة ربنا يكون معاكي حقيقي شكرا فأنا عايز أقول لك إنه بجد إن ديس لايف كلنا كل الطبقات بتعيني ده مما لا شك فيه طب أنا هستأذنك لو سمحت يا نيلي إحنا هزين ناخد تليفونات بعد إذنك ناخد معنا أول تليفون منال البهاتيمي النشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر أهلا بك يا منال مساء الخير يا أستاذ يوسف إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام منال قولي إيه رأيك في مبادرة الفقير وأنا اللي عاملها نيلي مكاوي والكليب اللي إحنا عرضناه ليها هي وعبد البسط حمودة يعني في قطار خدمة المبادرة ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والإستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنمازج دي من البرجوازية العليا بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الضلام الدامس كاري مالش أنا مفهمتش هيك ده مبسوطة ولا مددايقة؟ دي مزا قطاطة وهاسألها لك منال نيلي عايزة تتأكد ان انت مبسوطة من اللي شفتي الحقيقة مبسوطة؟ طبعاً ما هو أنسال الأستاذة من القردة والنسانيس هم اللي حقاييرهم مرحبت جهيهم من غير شكيما يا منال ومش عايزين نغلط في الضيفة لو سمحتك لا 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 انتي أوفر قوي احترمي نفسك انت شايفاني مش محترمة؟ ليه؟ شايفاني ممسوكة بوس ولا كابس؟ بوس ولا كابس يا أستاذ يوسف؟ يا جماعة بوس ولا كابس ده ايه؟ انا مش عارف ان ايه بوس ولا كابس بصراحة شكراً جداً منال على اي حال معنا تليفون تاني عم عيسى بيكلمنا من مطاي ازاك عم عيسى؟ سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا أستاذ يوسف ده؟ يعني انت شايف اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى في النهاية خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد ودي نمازج موجودة في وسطنا يا عم عيسى معلش معلش انا همشي ما فيش حاجة اسمها تمشي نهدى نسمع بس المتصل لحد الاخر يا عم عيسى تاني ده نمازج موجودة وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه ده نمازج مقرفة يا أستاذ يوسف بق يعني ساري I have to leave لو سمحتي نلي ما فيش حد هيمشي انا استأذنك نهدى كده هناخد فاصل لازم نتعود ان احنا نستحمل قراء المشاهدين اكيد يبقى فيه معا اكيد فيه ضد لو سمحتي شكرا جدا لك عم عيسى استأذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام تعم بشاك؟ كل يا أخويا بالهنى والشيك؟ لا كيفية كده صباحا كيفية ده ايه؟ انت بقى لك نص ساعة في الطبق التاني بس ايوه ما انا مقدرش اجري على طبق واحد بس الطبق التاني عمر ما كملته ما تكسفنيش بقى صدقيني بحياتك عندي بحياتة أمي مش هرقى لو كنت معلقة تانية ممكن اموت بعد الشر عليك طب ده انا كان يجرى لي حاجة بجده صباحا اه بجد قصة انت ما تعرفش غلوتك عندي قدي ايه يا سي عبدال صباح انا انت ايه يا اخويا انا قلبي ما له قلب هيوقف من الفرحة؟ لا من القشطة اه 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 ما لك يا سي عبدال انا لا انا زي الفل الحقون يا ناس الحقون يا ناس الحقون الرجل حيفيس منك ما له استاذ ما له يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي زي ما احنا موجودين معاكوا دلوقتي بعد الفاصل كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي مش متخيل الحقيقة ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه احنا معانا على تليفون الحجة مفاروق الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان تتكلم عنهم نيليو بالمناسبة الحجة مفاروق شاركت في الكليب ده زيك يا حجة ايوة يا استاذ يوسف انا بتكلم حضرتك عشان تجيبلي حق خير يا حجة ايه مين اللي خد حقك ايه اللي حصل البيت اللي قعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة واللي حصل حاجة تانية خالص كنا بنثور مع عاد الإمام جنبكوا في البليوتو وجب خدونا واتفقوا معانا وقالونا هيجبونا في البريت واخبت كنتاجي تلات قطع وريزو وفي الآخر يجبونا سبعين كفتة مقددين ولا طحينا ولا بابا ولا خضرة وعايزين يحزبونا كمان على نص يوم يرد مين ده يا استاذ يوسف على فكرة انت جايبة كنبرسات لا المكلمات دي فاك المكلمات دي كلها من جوة من عندك في الكنترول كنترول مين وفاك مين انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول احنا مكناش عارفين نمشي برا اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عمر المكلمات دي وحب اقول لها يا جاسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني وحسابنا في النادي ام الفن الاسعاف الراجل هيفيز مني ما تلاقيش يا ست صباح الاسعاف على وصول ده ايه الحظ الذكر ده يا رب ايه ده دي البت نيلي يا الاخوي بقولك ايه هات الرمود وعل التليفزيون ده تليفزيون ايه دلوقت الراجل بيموت احنا في ايه ولا في ايه وانت مالك يموت ولا يروح في ستين ده يا هو من بقيت اهلك اسمع الكلام حاضر يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده قولنا مئة مرة لا لا معلش انا عايز عرف ايه اللي مش عاجبك بقى انتي كمان انتي قلك على بعضك كده مش عاجباني طب بتتفرج علي ليه روح ايليبي القناة روح يتفرج علي وقيل ابراشي والعمر قديب ايه ايه ما تتفرج علي ميني ايه تتفرج علي برنامجنا والقناة بتاعتنا طب اقولك حاجة روحي بقى تعلمي برنامج طبخ كده شوفي بيعملوا كريم كراميل وعملي لأطفالك بقى تسلي ده يعني الحقيقة اه مادام مونة مادام مونة معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقة الكلام نيلي لازم تهدي عصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمعت شكرا جدا لك مادام مونة احنا معنا تليفون تاني من الست صباح بتكلمينا من بتي يا نيلي الحقين بتي مين انا خلتك صباح يا بيت الحقين ابوكي بيفيس من بابي مالو تعبان يا اختي هو ده وقته الاسعاف حتيكي وحاخده على الفرنساوي بيحصرين انت بقى على هناك هتعبان قوي كده هتصفروا فرنسا لا لا مش فرنسا ولا حاجة الفرنساوي ده الاصر العيني الفرنساوي ده موجود جنب جاردين سيتي كده لو ليك اصحاب هناك انا مش عارفة ممكن تبعت لي لوكيشن على واتساب هبعتلك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربية يوصلك ونتطمن على باباكي ان شاء الله كل حاجة تبقى خير طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها وان شاء الله هنتطمن عليها نستأذنكو احنا فعلا لازم نختم الحلقة دلوقتي ونتقابل بكرة في نفس المعاد ان شاء الله يا خبتك يا صباح يا حظك لسود يا شرهان يا حظك المهبب يا صباح جات الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح طارت الشغلانة مو خمس تلف جنيه المنحوس منحوس ولو علاقوا على راسه فنوس باباكي فين انتو عملتو في ايه؟ ايه دي يا نيلي باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور انتي بتتكلمي ليه اصلا مش كيفاي اللي حصل بسببكو مش ايتي اللي بتسألي انا حاوديكو في دهيا انتو اللي اتنين هحباسكو با قولك ايه يا بتنتي انا مش عايز اخلط فيكي عشان خطر الراجل اللي مرمي جوه بس انا ممكن ارسيلك راس ولا ورق الخاص خالتي احنا في المستشفى مشايف عن الرص هنا لا معلش لو سمحتي سبيها لو انتي قد كلمتك فعلا اتفضالي روسيلي دلوقتي وانا اكلملك البوليس يجي اخدك انتي والخاص اللي هترسي ده واسعي كده تعايا بيت ما لك يا بابي الناس المتخلفة دعملت فيك ايه ما تحاسبي على كلمك يا بيتنتي هو عنده ايه لو سمحتي حتعرفي كل حاجة من الدكتور اهو جيه مساء الخير يا جماعة ايه اللي اخبار ايه دكتور والله يتعبان جدا بقى اليومين صحي ورجلي مش قادر ادوس عليها بس ما تخافش عليها يا حبا كويس خاف عليك ايه وانا عرفك اصلا انا بسألك عم بابي استاذ عبد الله لا ده هيخفي ده ما تقلقش عليها هو بس اول ما جاء كان حالته تصعب على الكافر جابوله دكتور البطنة كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام اصلا انا كان بقى لي ستة وتلاتين ساعة ما نمت الشيان انت اسمك ايه؟ نيلي بقى لي ستة وتلاتين ساعة ما نمت الشيان نيلي غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليها ورغم كده جيت وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشاعات وتحليل وكل اللازم وايه اخبار التحليل؟ والله في مشاكل اليوريك اسد طلع عالي جدا وغالبا هو ده اللي عمل لي الواجع في رجليه انا مكنت محتر في رجلي ده ما بين اليوريك اسد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده انا مايلي انا امان رجلك وارفك انا بسألك عن بابي تعبان كويس محتاج ارتاح محتاج دواء دواء؟ سعاد ازاي ما تفكر ايش بالدواء نسيت ادي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء كان المفروض اخده من ساعتين ملكش دعوة بنفسك انت انا بسألك عن بابي هو حالته ايه؟ استاذ عبدالله؟ لا ده حيخف بقولك المشكلة في انا سعاد اديني السماعة؟ لا سماعة الموبايل عايز اتطمن على الاولاد يا خبر خير الساعتي بأخرا جامد ما تلقيش عليه هو بس لخبط في الاكل شوية لخبط في الاكل ازاي؟ كالت ايه؟ والله مكتلت حاجة من صبح ده انا اصلا بصحة من نجمة عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشق يخرب بيتك انت انا مش بسألك انت بسأله هو اكلكك ايه الناس المتخلفة دي؟ لا؟ طب وانا مالي هو اللي اتفس وكال طبق المخاصي كله الوحي يعني ايه مخاصي؟ اه؟ ايه يا جماعة مش بتردوا لأي؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ ايه كده شرحان هر سيدي اقول لا اقولك عادي؟ ايه واقول ات ازاي تقولي كده؟ وانتي يا ستة قللت الأدب ازاي تأكلي بابي الحاجات دي؟ لا باها لا يا خالتي سيبيهالي انا طب معلش يا جماعة يعني قبل ما تتخنوا استأذن انا بس عشان عندي معا الدكتور تبقى اكلمني ها؟ يعني حاوم بالسلامة واجيلك اقود بالك من نفسك اتحضر بقولك يا ابتنت انتي تتكلمي معا عدل بدل ما اديك قلم تففك سنانك على فكرة انا كمان ممكن اديك قلم تففك ودانك ايه الهابل ده مفيش حاجة اسمها تففك ودانك اصلا اصلا مفيش حاجة كمان اسمها تففك سنانك الناس بتففت فافة عادي كده تفوه بس كيف هيك وقرف انتو الاثنين نيلي انا بقيت كويس لا يا بابي انت مش كويس عن اذنكو بقى عشان بابي محتاج يرتاح ليه تفضى لي خدي خديلك ميكروباس بقى ولا توك توك ولا الحاجة اللي بتركبوها دي وانتي والست اللي معك دي تفضى لي لا يا حبيبتي خليهم لك ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجة بدل الجاكتة المأزعارة اللي انتي لبسها دي مأزعارة؟ انتي عافة الجاكت دي براند ايه اصلا ايه يعني؟ برشكة؟ برشكة؟ الجاكت دي حبيبتي تشتريكي انتي والشارع بتاعك كله ليه ان شاء الله؟ جاكتة ولا مرجعة في الصحراوي يا بنات مش كده كفاياكم ده كفايا بابي انت تسكوت خالص بالحاجات الغريبة اللي انت كالتها دي من فضلك نيلي انت حيبت اللي بدأ دي يعني انت معاهم علي تاني؟ انا مع الحق اوكي يا بابي نتحسب في البيت وكفايا كده عشان ما اقولكش حاجة تانية قدامهم باي باي انا عسفة والله يا عمو يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها لا هيبتبش حاجة تعرف يا نيلي عصبية بس بتطلع تطلع وبتنزل على ما فيش لا 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 اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول يعني دي قللت الادب دي ما تربتش ربع ساعة ما انا بيقولك يا عصبية لا 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 يا عمو لا ماينفحش بصراحة عمالة هزأك قدام الناس بصراحة هادتك قليت في نظري جامد مش معقول خليتك هزق يا بنتي قلبها ابيض والله ما تقصتش خلاص بقى يا شريعان ما تسكوتي بقى سلامتك يا سي عبد الله انا مكسوفة من روحي اوش الزهر يا اخوي ان انا تقلت عليك انت اللي مكسوفة انا اللي مكسوفة اوي سرقت منك وامتة بكلام مهمة اوي ملحوق استريح انت بس يومين تلاتة في البيت وصلوا بتولك كده وبعدين بقى نكمل كلام لا بيتي الا استريح فيه انا هنزل للشغل فورا انت سمعت الدكتور قالي ان انا كويس ده يرسيبك من الدكاترة دي كمان يعني انا اول ما هنزل للشغل هكلم الدكتور بتاعي الدكتور ربيع احسن دكتور في مصر هيجي تابع الحالة لا تنزل للشغل زي وانت تاعبان كيت خلاص يا خلتي بيقولك هينزل للشغل وانا ان شاء الله من بكر هنزل استلهم الشغل باذن الله وبعدين هراعي عمي ودي له الدواف معايد خلاص يا خلتي اه اذا كان كده معلش خلاص بقى اللي تشوفوه الحمدلله على سلامتك يا سي عبدال الله يسلم انا حبق عجي عليك في المكتب عشان اتطمن عليك تنواري الدنيا كلها ست الصباح تاعيش يا سي عبدال سلامتك يا أخويا ألف سلامة الله يسلمك يا غليا بعد إسنا مع السلامة يا عمو ألف سلامة خذ بالك من روحك يا سي عبدال شفر بكرة الدواف معادي يا سي عبدال وبعد هالك صباح السلامة يا سي عبدال سوى نشأ صباح الخير صباح النور يا فهلا مكتب مستر عبدالله تفضلي حضرت في السكر تريع شبخة صباح الخير تفضلي صباح النور بعد إذنك كنت عايزة قابل مستر عبدالله لا هو في الحقيقة ما جغول دلوادي أقوله مين أنا شريهان عبدالحليم هو كان أيلي بنت أخو مستر عبدالله؟ صح؟ هو أنا ما بحبش أجيب صرت الأرابة في الحاجات دي بس أنا بنت أخوه لأزم ولا يهمك هو كان مفاهمني كل حاجة تفضلي معي أنا وليكي مكتبك مكتب؟ أه مكتبك تفضلي ده مكتبك وحيت قوم بك إيه؟ أه مكتبك أه مكتبك طيب اه تفضلي بقى واجهة لمكتبك وهيجيلك حد دلوادي سيقولك طبيعة الشابلة شكرا 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 الحمدالله يا رب الحمدالله السلام عليكم أنا شريهان زملتك هنا إن شاء الله يا رب الحمدالله 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 كثير، نقيدة، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، شاور؟ شاور؟ هاي سو، هاي نالي، انت كنت فيين كل ده؟ أول ما كلمتيني خدت شاور والبستو عملت ميكوب، ونزلت ماشيت فيكي ورجعت اتيني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميكوب والبستو وجيت لكجاري نعم، نعم، نحن لدينا من ساعتين على فكرة سو، لا تضيقني لكي أنا بجد مش طيقة نفسي، ليس عارفة لماذا من ساعتما دخلت الناس قاعدة بتبصي لي، يعنيها بتبز يعني كأن جينيفي لورنت دخلت النادي ليه عيون بتبز؟ اوه، عشان الانتربيو، لانا قاعدت برح تفرقت انا ومامي وجبنا جيرين وجبنا بحبكورن، اللي تكوتي بتقولي ذا يور هلاريوس بس ليو لكت اميزين باي the way Thank you as usual ايدي صحيح شوفتي بووست اللي جيسي عميت لشيرينج على فيسبوك وتوويتر وإنستغرام عميت لسنابشات ستوري وواتساب جروب؟ طبعا، ما هي لازم تستطفل ميا لبركة نالي، اي دينك تستطفل ميا لعكرة whatever اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانة قوي فكرا ان هي فضحتني وانا همشي في الشرع بعيات مش مصدق نفسي ازاي عميت فيه كده هي عبيتة دي ولا ايه؟ انا هاعرف ازاي اجننها ودمرها وخليها مباشي كده عينها في الارض ازاي؟ تس вами كمانا اسمها ليس جيسي ولا حتى جازمن اسمها ياسمين ايووو وا كانت الناس تقولها ياسمينة سيمينة ايووو وانت تعاف اما كده سفر لبنان وعملت في نفسه اللي هي عملاي دلوقتي وخبت كل سوار ها القديمه بسهنا بقى هعرف اجيب الصور دي ونزل هالها انا مش هخلي موبايل فمصر غير عليه الصور دي اي بس انت بتواني انها مخبنية الصور هتجيبا صور第一 لعني انا صحبها القديم ولكنت مصحبه قبل ما تسافر من صحابه إذا عرفه؟ أنا سألت وعرفت أنه هو واحد في الجامعة في إنجنييرنج لسه في الجامعة؟ هذا مجرد جدا ما هذا الجهل يا سو؟ بقول لك إنجنييرنج يعني تسع سنين وسنة التزام أو التزام I don't know وانت بقى هتروحي تقولي له بيزدين الصور فهيديك الصور لا تقلقني مشكلتي معاك يا سو إنك فكريني سهلة يالله بلينا استني ما حكي مابرد؟ ياس لا ميتشاك كيز عشان عندي حاجة البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ويدنا مسأل خير بقول لك يا عروسة عظيم مابرد هو التكيف ده شباك ولا اسبيلت؟ اسبي ايه؟ اسبيلت لا هو التكيف مركزي زي ما انت شايفة قبل عندك آه سنترال يعني سنترال اه شايفة قبل عندك يا ربي ده شباك يا ربي ده شباك حمد الله حمد الله مابرد 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 لا تسرح ليه؟ انا عايز حدي من الموظفين يجي لمكتبي فورا بصرعه حضر تحت امرك يا فاند فلايت النهاردة شكله قرفان ويقارفنا كله قولك ايه استاذ فلايت كان عايز حدي من الموظفين ما تروحيل انتي انا منورة تعرفين انك الموظفة الجديدة وتعرفي علي هو مين استاذ فلايت ده استاذ فلايت ده بقى يا ستي بقى مديرنا كل وانا هتعامل مني المدير كده على طول اه يلا يلا روحي ماشي لسه مستر فلايت ازايك يا استاذ فلايت لا لا استاذ بيقى هلو مستر فلايت اوفر دي كمان اوفر ازايك يا مستر فلايت حلو دي راسيا كده ازايك يا مستر فلايت يوب توكلت على الله ادخل ازاي حضرتك يا مستر فلايت والله العظيم انا فرحتي جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت وان شاء الله ان شاء الله هكون عند حسن ازلنا حضرتك حضرتك اصلا اقماشا العرض عرضين تقدر تشكلها زي ما انتعايز بس حضرتك تدب المقاص يا مستر فلايت توقصودي ايه فلايت ماكصودي ايه buzz مقصودي ايه فلايت حضرتك انا ماقصودي انا ماقصودي انا ماقصودي ايه مباروك حقيقة أول يوم شغل ربنا خليك عمد أنت تمام؟ الحمد لله مونير أنا أعوزك تأخذ بالك من شريهان عارف شريهان دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم أخوي الله أرحمه فأنا أعوزك تتوصى بيها دي زي بنتي بالزبط ما تلاشي مستر عبدالله شريهان فعنايا تمام وانت كمان شريهان لو أعوزك تعلمي أصول الشغل خليكي ورا مستر مونير هو ورا صعب بس أنا ورا حاولي حبيبتي حاولي حشق خاضر حاضر مونير عارف المستموير دي بقى إيه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا شفتها قبل كده والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص يا فاندم حضرتك كمان نسيت خلفية القانونية تاني هو فيه مفاجأة تاني هم اتنين أمال أنا ملك الخلفيات أسلبكم وأنا بقى مونيرسي فاضل فاضل طب يا إنسة شريهان أنا عايزك تركزي معي كويس قوي أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل حاضر هم؟ حاضر ورايك ما حدوش نود دهوا ما حدوش نود دهوا قولك ما حدوش نود دهوا إيه 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 الخنقة دي؟ مناش دعوة بقى ياسو عايزين نشوفين سيف ده متسألي كده لو سمحت هاي هاي ده سعطة ها فين سيف جيد الحق هو اللي في الخنقة هنيجا يعني إنتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا لشايفين سجوءة ماذا بحد الشارع حداج سوية إذا ده زي الأمر ده باسم جعل فيه فاخدة هنا وبتله يعني بتستهله بسرعة باسم الله ما شاء الله حضرتك إيه ده؟ هو الولاد أبو عضلات كبيرة دي اللي عماك بيوزنوا الولاد التنية عند العربية؟ لا هو اللي بيتضرب؟ لا ما هو مين؟ اوه لا أصلا عربية أنا مالي حضرتك هو اللي فاية معلش غلط غلط والبريادة مخطأ انزل كلمه حرام عليك إطلع يلا بدل ما عامللك صاحب الكوفطة اطلع ما حضحك شغال في المنوفي احكاية الكوفطة دي ها حلو الكوفطة عملو كوفطة هيبيع عشل في الكوفطة هو يا حرام أنا مش عايز هذا الضخم ده يضربوا يارب يفضل كويس بس لحد ما يجيب منو الصور بعد كده يقول عمش مشكلة لإلحل حرام لعنين وانا مال أنا منفعش انا وانت دي الدم انا وانت هنموت كده لازم واحد يعيشه عشان يحكي حكاية يقول الحكاية أنت ماشي أدرب قطلح يلا بلا لما قسر العربية فوق الدماغت قسرها العربية ألو هيا يا أمي لها ازاي حدرتك عمل ايه لا مفيش في السوبر ماركت اه لا بجيب سجوءة وقفتة هيا يا ماما أمي إدعالي يا أمي ودعلي شريف ادعلي شريف أكتر مني لأنه محتاج الدوعة دلوقتي تليفون ايه انزل اتكلم ده وقت تليفون شريف انت كويس انا كويس اه انا كويس طيب الحمد لله يطمينك أمي القليل ليه عليك يا أخي هاي سالخير يا فندم تحت عمري لو سمحت أن كنت عايزة حاجة صغيرة قعد فيها أسبوع عندي يا فندم قودة بتبصها البسين عاملة ألف جنيف اليوم أنا مش عايزة قودة أكيد أنا عايزة سويت ويكون في قودتين وليفينغ صغير موجود يا فندم عندي سويت بيبص على النيل عامل 8000 جنيه اوكي كويس ده تحت عمريك يا فندم حريك ترى هتدفعي فيزا ولا كاش فيزا طيب سازم حريك في الفيزا والبطائق اوكي اتفضل لحظة يا فندم لاسف يا فندم الفيزا دي مش شغالة مش شغالة ازاي جربها تاني برضو مش شغالة طيب سانية واحدة بس هكلم البنك وارجع له تحت عمريك في عمريك في عمريك تانكي يوروك ايه الهبل ده يعني ايه تحجزه على كل الفلوس بتاعتي بابي هو اللي غلطان وهو اللي في السجم انا مالي تموك تديني كارد بسرعة دامن اوكي دامن هدومي شونتي ساعتي انا مش بكلمك على ساعة معفينة على فكرة بكلمك على رولتس والله مش هينفع اوكي بس اخليكو فكرينها شوفتي يا مامامي شوفتي اللي بيحصل لنا انا نيلي مكاوي امشي مش معايا في شنطتي غير سبع وعشرين جنيه ونص وكمان مفيش حتة بيت فيها تعالي يا مامامي ناكل في الراسترنت هنأكل ازاي؟ احنا ما معانيش فلوس انا ما معايش فلوس ااكل طب هنروح فين دلوقتي انا هكلم مع اصحابي اشوف حد بيت عنده الو هاي نادين ازايك؟ نادين بصي انا كان عندي مشكلة وكنت عايز اقاعد عندك اسبوع او اثنين مش هينفع ليه؟ بتغيروا الحمامات؟ لا طبعا اكد نشهات في حتة من غير حمام يعني اوكي تانكيو نادين هاي تارا هاي يارا هاي سارا هاي كلارا غرف ستين ده يا حيوانة هاي شفتي الكلاب يا ماما ميمي شفتي بيعملوا في اي انا ايه؟ طب انا عمل ايه دلوقتي؟ انا هتشان واجعينة ماما ميمي انتي شلبتي كباتي؟ انتي مش سمعيني ما اقول ان انا هتشان واجعينة؟ ها؟ متعملينيش فاس الغلبانة ده؟ هرموا عليك يعني الجلد انا كنت نفسي الشاب قوي يا لو سمحت ممكن ممكن تجبينا اتنين واطم درينك تاني خليهم تلاتة باقول لك ايه؟ خليهم خمسة وحظبطك من يسفون يوقي تنصو مضعك في السياسي اعرضالك تقورة وقلديك فساو النساء بسكو دلنيين انا مفابت انا بسكو دلنيين مضعق يلا او قلق انت سلا عامت دوهم سشدوني وعامت طبق بالسيتي عامت دوهم سجدوني وعامت طبق بالسيتي من عامت ده بلا مين يا لهو يا خلتي هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش ده المنطقة كلها في الشارع وانا ايش قادراني ان النهار ده في فرح كنت مغسلة وضمنا جاتنا وبعدين ازاي ما يعزموناش فايل وتو ده يعزمونا ده يا خلتي ده انت لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي وهو انا كنت تعرف ان انا حرجع المخروبة دي تاني قطعت طب احنا هنعمل ايه دلوقتي دول هايزفونا ولا هايزفونا ولا حاجة احنا نتسافس بسافسابة كده من كده ما حد يكن بالي ونمشي يمين كده نخش في الحارة الديقة نروح داقلين على البيت من الشبان من كده ما حد يكن بالي ولا مين شف ولا مين دي يلا بس يلا بينا كده وقف المزيكة وهد اللي ريح الشبح ريح ريح الكل يستريح تحية يا سباشيا للناس اللي دخل علينا الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تمت حبيبة قلبي خالت وخالت الحارة صباح وعرصت شوشو بحبك يا شرهان حب على مر الزمان فضحنا ابن المتخلفة سيب لي انا بقى التحية دي تحية مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بيناقض سطر والبنت اختهى شرهان بنت الحسب والنسب الناس اللي ما بتقدر ما بتعفيش ها وسبحان الله يهمل ولا يهمل هم رجعونا تاني زي القرش المازة وقال ايه دخليني السحامو زي الحرامية يا مفاتن لا اما اسلحش كده مبروك يا مفاتن مبروك يا حبيبتي عبالي البكاري ده انا اول ما سمعت قلت لا ده انا لازم اجابارك وهني مبروك يا حبيبتي الف مبروك جاء ايه خالت انت هتسكت لهم ولا ايه امه وليساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته بس زبوري علي كلها يومين ثلاثة اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجازمة زي زمان لا يا حبيبتي انت لا جاية لا تحني ولا تباركي انت جاية بعد جزك الحرامي ما اتحبث وماشاء الله وشك كان وشك سعد عليه اه يا بنت الكلب السبيل انا اتطلع دي اخلت هتعملي ايه يا شريهة هنقط العروس ما بلاش الف 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 مبروك يا مفاتن انا جاية ابارك واهني للست ام مفاتن جارتنا وحبيباتنا اللي مبيطلعش من بقها الغلط حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلات الشرع ما كانتش بتقول بام وجاية ابارك واهني لأختي وحبيبتي فاتن الف مبروك يا عروسة اخيرا اتجوزتي مجدي ايه ده؟ ده مش مجدي ده مين ده يا بات؟ ده حسن؟ ولا علي؟ ولا عبدالله؟ ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بات؟ ,ااه ها هو ده اللي هيحسب عالمشاريب؟ طاب للادكم زي الفل و وألف ألف مبروك للعروسين مين ما التستعة يا بات؟ دخليja ف الرضاعة غ varying INS والله رصاتهم دول كمال إخباتك فو الرضاعة؟ ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت تعمى ملك؟ بدخولين يا فجرة ايدي ايدي انت بتضرب اخت خناجر للتكسودة ايه الحمد لله على كل حاجة كل اللي يجيبه ربنا كويس بس برضو يا شريان انا صعبان علي نفسي فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها تلحقت يا خالتي ده هم تلتية برضو يا شريان استمتعنا تكفى يا ياختي البزين ايه ده مين الغلس اللي جاي خبت علينا في وقت متأخر كده يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناء اللي عملناها في الفرح يا بيت تف من بؤك البوليس كيت من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر طب تفتكري مين بقى لاي بقى جايل للوقتي تفتكري بقى انا قد نتساهر انا وانتي ونتواشوش كده ونتونس ما تقوم يا بيت تفزي تفتح الباق مشي هاي ازايكو عاملين ايه؟ هاي صباح ازايك وحشتيني قوي ده انا؟ ايوه انا قعدت كتير قوي عشان اوصللكو هنا بس الحمد الليل لقيت العنوان على جوجل ماب وانتي ايه اللي جابك يا صانيورا؟ مش قلتي مش عايزة تشوفي وشنا؟ انا مش جايشوف وشك انتي انا جايشوف وش صباح هوا مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي ده بيت انا وخالتي قاعدة معايا عشان ما تسبنيش لوحدي ماشي؟ ما تختشي بقى يا بيتها يا شريها اسكوتي خالص هو ملبي يا حبيبتي بيتك وما ترحب اهلا وسهلا نورش ده بيتكو مش كده؟ اه جميل ودي السفرة؟ اه دي السفرة ودي قط القعاد يعني ايه قط القعاد؟ الليفنك اوكي؟ الليفنك؟ اخرها كاي؟ بقولك ايه انت هتتريع على بقى وتتريع على بيتنا؟ خلاص ما توح تعيش عند اصحابك اللي عندهم التوبليكس كمان توبليكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبليكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده فانا قلت يعني ايجي قاعد عندكو يوم ولا يومين؟ اه طبعا يا حبيبتي اهلا وسهلا تنواري اعتبري زي بيتك بالزبط مرسي تانكيو ادخلوا ادخلوا مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو فيه ايه؟ ايه ده كل؟ انا عايز اقولك ان الناس هايبة قد دول مرتين عند واحدة صاحبتي بس جايبة معي بس الحاجات المهمة احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوا هنا في قدة شريهان شرهان ايه يا خلت؟ استنى يا عم انت شرهان ايه يا خلت؟ ما تحطيها في قدك انت بدام انت بتضيفيها قوي كده انا مالي يا بيت ما تكسفنيش ما انت عارفة ان انا بشخر وانا نايمة وبعدين البت كيوتة ومش هتستحق طب وايه يعني ما انا بشخر وانا نايمة وانا صحيق على فكرة وهزعج الكيوتة عشان كده يا حلوة انت حتنامي عالكنبة اصلي مش معقولة حنيم الحلوة بنت الاصول دي عالكنبة اختشي بقى يا شريهان انتو مش سمعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في قدة شريهان القدة اللي شورتلكوا عليها دي انا مش عارفة ليه حاسة ان انا ناسي حاجة كل ده يا اختي وناسي حاجة لا مش شنط انا ناسي حاجة تانية انتو هتاخدوا الست دي ولا تصدق فيها بمعرفته شفتي كنت عن سماما ميمي عبلا ميمي اهلا وسهلا نورتي عبلا ميمي دخلها في قدة شريهان ماما ميمي ماما ميمي ماما ميمي ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان اعرف انام ماما ميمي عندك سبيس ممكن تروحي هناك ماما ميمي دخلها اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 اقولك على حاجة شب شبي ده يدفن معي عادي جهلة المترجم للقناة ثانكي يا سيف واللهي معلش انا كان عندي حوارات كده هبحكيلك لما قابلك ايه ده واحنا ممكن نتقابل؟ اه طبعا ينفع نتقابل ينفع نتقابل وما نتقابلش ليه وممكن نتغدى كمان ولا انت مش هيستعزمني بقى لا ازاي طبعا طب شوفي نتقابل على الساعة اتنين كده؟ اصلا عربيتي باي زفا مش عارفة اتحرك تحب اعد عليك فين؟ اعد عليك في البيت؟ لا 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 بلاش ممكن نتقابل في المهندسين لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركة لان بابي مسافر طيب اوكي اوكي هقرب المهندسين وهكلمك اوكي باي 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 انت بتعمل اي يا ابن السلمان انت وابوه؟ خش على جوه خش لا والله يا بنتي شغلانت اخدتها واحدة تانية وللأسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كشير طب مش شرط كشير انا ممكن اعمل اي حاجة اقط عيش اعبي سندوتشات اخرط بصل اي حاجة على عيني والله يا شرهان لكن كل الوظيفة استبكنت طيب بصي احنا محتاجين حد في الحمامات تيجي؟ لا يا استاذ عبدالعظيم حضرتك فريمتيني غلط انا خارجة اعلام مامسحش حمامات مامتكنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل لا تفرق ده شغل السيحة وفنادق على اموم شكرا انا امسك لا امليش نفس بص بقى شوش فكيها بقى افك اي بس ده احنا عميين نلف من الصبح ده ما فيش شغلانة فاضية انا تعيبته والله العظيم مش عارف اعمل اي باي اخد الشغلانة بتاعت الشبراوي دي تجننتي عايزة تقفف الحمامات تنظفيها طب قولي عامل ايه بس يا هاني تلعيش انا هتصرف اكلم للجماعة وصحاب الشغالين في كنتاكي هتروحي تمسك الحمامات هناك هيا هيا الشغلانة بس معلش يا ماما دي برضو شركة مالتي ناشنال وبيعملوا خلطات بالوجبة السرية فانت بقى وشترتك يعني تعرف ايه السر بتاع الخلطات دي ده وقتها زر يا هاني انا مش عارفة بس انا بيحصل فيا كل ده ليه الدنيا بتعاملني زي ما كون دورتها لا واحنا لسه ورانا قصات وفلوس وجمعية وهم يعني لو عد علي الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيب ما خلاص بقى يا بنتك فاكا يا با ايه ده بعدين انت مش قلتيني جدكو شغلكوا فلوس يا ما لا قلتلك مخبي فلوسو مش شغيل هالنا وما تدوروا عليها ايه الكسل ده لا الكلام ده فات قوانه خلاص ده حوار تردم عليه من زمان جد يا الله يسامحوك خبى الفلوس وسبلنا مكانها مجلة ميكي والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف اكيد بيستظرف ايه مجلة ميكي ده متعليش ان شاء الله محلولة هلا اقولك مفيش حد بيبات من غير عشاء هات السفندياية دي اكلها هديها بيها عصابي هات مفيش هلا فص فص انت قلتها كلها يا معفلني انا قباتني مش قلتلك خوض حيطة وانت عدلوني منها مش عايد لا انت بعفل يا رب كنتش ليه نفس الوقت عايزة خلاص بتتغندري ليه طيب يلا يلا تنايل الجي هات ليه ما كده جاه تجيب واحدة يلا روحات هات اي حاجة يلا هاتي فضة معيش اما اللي اعمل ايها فوق ما تفوق فوقي هاتي ما معيش ما عامتين جنيه ما اكيد مش هات ليه ما افق فوقها يلا ده هات ليه ما افق انا دعانة والله وتعبانة ولو ما بجوع بزعل اكتر طيب خلاص ميش ميش بقول ليك ايه اوعا طيب قلت لك اي حاجة بتشغلني معاك طيب تجيب سيفة دقايات وتشغلني معاك بس يا ما بس يا ما طيب اللي اي شكلك لغطية بس حاجة يحاجة ايه ما تخلتنا نشحة ايه ده ايه ده والله مشاكلين والله يعني انا حاس ان انا بقلي قارن ما جيتش النادي انت مش فاهم انا مشغولة ازاي بعمل كمية مليون حاجات شنيعة انا من ساعة ما بابي سافر سويسرا سويسرا ايوة أنا اللي بمانج كل حاجته المكتب، البيت، الشغل، الوز بس بس بقى بس ايه؟ بس ما بتعملش حاجة تانية؟ مش عايزة قدوشك معي طبعا بعمل حاجات كثيرة حالفنالي ها؟ حالفنالي سو، ماذا تفعلين؟ ايه القرافة التي تعمل؟ نيلي، ايه مستيو ليس ايه، ايه ايه جيسي، انظر كيف سويتها طبعا، دي نيلي دي أختي وحبيبتي كان لازم أقف جنبها بزنقاتها بس الظاهر بقى أني مفيش حدا بيحبها خالص يعني احنا لما نها ما يتجبش مية جنيه لغاية دلوقتي نيلي صحيح، كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيبه شوية حاجات كده بقوليلي معايد الزيارة جيسي، أنا عايزة أقولك حاجة واحدة بس نيلي بالإي مش بالآي نيلي، نيلي نيلي والإيجاب نهاية ديتك نيلي نيلي غريب موكسي، نيلي يوم لك يوم عليك احلم نقربنا عليها وديها راحت كل الأمان تأجلت ودنيف عنينا بقى كده لونها باهت دنيتنا فجأت بدلت هاني ايوه الروسوسة لتزال في كدفي انت مرجعتهش لحد دلوقتي انت هتحذر علش لما نوصل بالسلامة ديبقى ترجعها له ايه ده ايه ده في ايه مين دول؟ انت يا عام يا النور العالي يا بوليس نقول ايه؟ يا بوليس ليه؟ ما بوليس بقى فيها نور مين دول؟ مين دول؟ مين دول؟ أنت يا بوليس يا حبود دهب بيه سيبك متيل خليك تقيل المهم العقد خلاص خلاص يا بنات انا مش سابق مواخذة وقتلكوا لما تعوزوا حاجة تقولولي ولا لازم ارسلكوا وادنوكوا ولا انا اتكلم اتكلم ولا حاة انت لم تنادي الله 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 ده الموضوع اقلي بقى وطلعتوا قريب في بعديكوا تبتكت انا بقى على الله الحى اخد خلتة فسحة شوية وارجعلكوا تاني سلاموا عليكم استني يا فتح احنا مش متفين اوتلك ولايه استني هاج معاك يا فتح عشان ما اتتقيش عقداني تعال وله visited اه اه ده وانتو تعرفوا بعض دي تاني مارة نشوفهم مع بعض دافنت لي يعرفو بعض فين العقد ؟ عقد ايه؟ العقد اللي اللي مأخذ السرقين دلوقتي بلمبحث احنا ما ترقناش حاجة احنا كنا بناتعشا والله ايه بويه اللي على كتفك ده اه اه ده كاتشم بس بيحرق قوي اه مات عشان طلبتو سبايس قلتلك بلاشن لسبايس بقولكو ايه احنا في منطقة لابش والحكومة دلوقتي بتدور عاللي سرق المتحف يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة تخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه اضاحي طلق حقيقي ولا خرز بقى لا طلق حقيقي طبعا انت ازفت اضاحي انت ده ايوة ابو الدهب بايه في الوقت احنا عايزين للعقد وهما مش عايزين تدون عالعقد نعمل معاهم ايه اه اه نعمل معاهم ايه انت بسألني ناخد العقد بالعافية اه ايوة ناخد العقد بالعافية اللي معا العقد يطلعوا ولا فرغ المسدر ده كله بنفوخوا انا محدش اترابني في النار تاني هو لا واقف على العربية بمب خلاص يا هاني اديهم العقد معا كلتا العقد بسرعة بسرعة ثانية واحد ثانية واحد صحيح ههوا ده يا جماعة العودة اللي انتوا عاملين على ايه? انتوا عاملين عليه expansion المعدة بقى ايه ده؟ ايه ده هلت هبتعمل ايه؟ وضعه وضعه؟ الودة عبيطة ولا متخلف ولا ايه؟ هاتمنوا الحوضة ده؟ قاتل العودة بقولك يش قادرين تسرقوا خاتم؟ العودة بودها بيه طب يا بنات لما اخذ انا كانت مشكلتي مش معاك وانتم لما اخذكت مع جدوك اللي ارحمه بقى وانا خلاص حتى حقي بالسلام انتم يلا اضاحي افضل ما ادهب بيه احسن يا موازي سلام احسن متبلع العقد افكر نفسك شمعي يا سين ايوه يا ابن ابي بلعو الحاجات انت خيش؟ اه شفت حاجة كده شو شو لا ما فيش حاجة طب على فكرة يا انكل عم ذهب العقد فقشة اصلا اوكي؟ اه 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 ما تجمل بقى عم سيفي ايه؟ اه ما احنا اه ما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالقرابيج كمان ما عمال ناس زيك كده ده انا صغير لما ابوها كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكواف وشي ليه انت ابوك كان يأجوج ومأجوج؟ لا بس كان بيعلمني اه هاني ايه خد الجواب ده ادي البابا وماما في السعدية ايه ده؟ انت سعود يا سيفي؟ شبيه الريح شبيه الريح شبيه الريح دعم سيفي ايه؟ فيش ولا كلمة بينك جواب كله دمي كتبتو بدمي ايوه تمام هنعمل اي دلوقت يعني؟ نكتبو تاني نكتبو تاني؟ اكتب عندك هاني اقول قابل حبيب ام الغالية اصيل ابكي انزف واموت وتعيشي دحكة مصر لا وحيا ادخلتك انت ما تدربتش بالنار وانت بتحرص الحدود انت اتدربت بالنار وانت بتسرق مدحف ما تقولش بتسرق انت اللي خلتنا عميك انا ما كنتش عايز انت حرامي ما تفكر ديش يا انا ما كنتش عايز اروح انا ما كنتش عايز اروح ايه يا واد قد بتناكب فيه ليه قوم من هنا بيخاطرف من الرصاصة معلش يا حبيبي استحمل شوية انا حتهرها لك وحتبقى زي الفل ان شاء الله ايه دا يا خالتي اوانت ليك في التمريد ايوه وعنجي كمان الطع انت كمان خريجي التمريد لا كنت جايبها عشان شهر العاسي انها بنت اللي عاسي طب يا فالح هاتي السكينة دي من جم اجيبه السكينة ليه هتعملي بالسكينة ايه خش شاك الدبوس شاك الدبوس شاك الدبوس لا انت هتغزني بالسكينة وتعملي الطلقة كنا وتنط في المايرا صح وهنا همي طبت شان ايه الفيلم الانجي اللي انت عامله دا دا انا جايبها عشان اقطع بيها الشاش السيف عامل ايه صباح الحمد لله يا حبيبتي جات سليم انا هتهر له الجرح بشوية كولونيا وان شاء الله حيبقى زي الارض كولونيا لا كولونيا بتحرق انت هتشتلي الجرح معلش يا سيف استحمل كل دا عشان مصلحتك وبعدين انا جنبك هاتيلي الصنية دي من وراك نيلي خليكي جنبي ماسي منهيش كلنا جنبك يا سيف ما تخافش بص احنا هنعمل ايه هنعد من وان تو ثوي وبعدين نحط الكلونيا على طول خاله هسميش هنعد واحد اثنين ثلاثة عشان خطرك هعمل كده صدقني مش هتوجعك ولا هتحرقك ولا اي حاجة يلا يا صباح تب استنى اغمد عيني غمد يلا نعد وان تو تو ايه واتش في اسر اعطاني وانتو خممين كلكم انتو كذبين كذبة عشان قلتوها تعمدوا واحد اثنين ثلاثة عدتوا واحد اثنين بس ورشاتو انت خمامة خلتوا صباح خمامة يعني لو كنا عدينا التلاثة ما كانتش هتحرق يلا يا هنين شوف شيري هن سلامتك يا سيف سلامتك سلامتك سيف وريني الجرح كده عشان قتم انا مش قزي تعطلق أي خافيف انا قزي ملك مباهدن نفسك قدام البيت تنيلاوا كده وسيب حليك ومحتالاق ليه ليه؟ مفيش مش صديقة صديقة وبسعادة انت بتسرح بي يا ولا فاكرني تلميذة بتشتغلني خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة ما ليه؟ انت بتحب نيلي يا ولا انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي انا ماليش في الحاجات دي انا مركز في دراستي وأبحاثي لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي مالكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولا فيه ايه لا بقولك ايه خلت صباحنا كويس وزي الفل وكده طيب مادام انت كده بقى انا حقولك الكلمتين اللي فيهم الخلاصة شو؟ قولي البت نيلي دي قوية ومستقوية ومناخيرها في السماء بس كل ده على الفاضش عاملة زي الفرسة الجامحة وعايزة الخيال اللي يحكمها عاملة عناخد كرسات ركوب خيل في نازلة السمان يعني قولي عامل ايه؟ لا يا رحمك عايزة تمسك نفسك كده وتشد روحك ما تبقاش يعني لمؤخذة كده لمؤخذة ايه؟ خلت صباح لمؤخذة قلت ليك انا كويس وزي الفل وكده انا كيانا اه؟ طب كويس يا اخوي انك كده طب بقى لمؤخذة قتكي لانا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شوي خلت صباح دي تلعت صيعة صيعة ايه يا شريهان انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة هتضايق على ايه ما حياتنا زي العسل اه؟ وعم دهب اخذ العقد والفلوس راحت وشكراً انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي مفيش حاجة راحت ازاي يعني؟ انا عارفة انا بقولك ايه؟ مفيش حاجة راحت خالص ممكن بليس تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جمز مش عايزة تخيل اصلاً شو شو ها هتيلي جوز معي عشان embarrassطفها ضعيفة ومش طايلة لا يا هاني مكسلة قوم بدلي منديل انتو ازاي مقارفين زاي بعد كده أنا هرجع شو شو ها مش لاي مناطير بس في الفوتا جنبي قابل لها ماشي بس أعينها على جنب عشان ما حادش يستخدامها بس على في حياتها انت ملكش ناب الفوت اصلا انتو ازاي كده إيه اللي بيت الأوفا دي؟ هو هيمسح بقى وشه بص على إيه طلع فالسو فالسو! فالسو الزين! أهو! الخدمة بتاع الفالسو إزاي ساعتك؟ ده أنا واخده منهم بإيدي ومسلمه يداً بيد الإيد ساعتك ما بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالسو يكونش يبدله الأصلي بواحد فالسو بصنعة لطافة بخفة يدي يا سلام! يا سلام على دماغك! وهمش عرفهم يا غاب إن احنا هنطب عليهم أصعيح! وبعدين إنت هيلحاوا يطلعوا عليهم! أصعيح! هده اللي مجنن إنه اللي همعرفين للعقد فالسو بيسرقوا ليه! أصعيح! انت مفيش وراك يقول أصعيح أصعيح أصعيح! اخرص خالص مش عايز اسمع أصعيح دي! أعطر ساعتك! شوف مين! هلو! ايوة نيلي! عايزيت تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع! تعالوا عدوا علي أنا هنا في المكتب! ايه؟ بالوقت بتأخر؟ آه صعيح! آه! طيب بكرة! فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم! سلامة! آه! اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الله على تباك صاعاتك! طب آه إيه بقى مغزة الموضوع اللي انتو عايزين لي في إيه؟ بص يا أنكل عم داهب! نعم! عشان مينو عدش نلف وندور على بعض احنا عندنا شوية معلومات واللغز حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد فاحنا نزبط لحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده بس اللي اوله شرط اخره سور سور ازاي بنت اخره نور قصلك يعني لا سور عشان السور محدش يقدر يعديه نور ايه؟ وتفر يعني وبعدين حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا وما حدش يجي على حق التاني او لا مؤخذة؟ طب مؤخذة يعني انا ايه المطنوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجلة ونشاك ايه الموضوع تقول لسه بتشوكوا في العقد؟ لا اه نشاك يعني نشوف ايه الموضوع ماشي هات العقد اضح فاطل امالك اول حاجة لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا مفيش اي حاجة في الستوري ليها علاقة بالعقد فوقش عقش والجدة بطة احنا ما خدناش بالنا منها هو مفيش بس استانيا ما اتأكد بس اهو الراجل رايح للجدة بطة بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير قالت له ماشي وبعدين بتفتح الدولاب ملقتوش ووصل للراجل تاني الراجل انا جاهز يا جدة بطة احضرت النقود معي الجدة بطة وانا لا اجد ما اقوله لك لقد ضاع العقد فجأة ولم اجده الراجل اوه انها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجاتي ان اهديه هذا العقد الثمين بعد ان احفر عليها اول حروف من اسمينة ماذا اعطيها الان فولة وياسمينة الجدة بطة انا في قمة الخائجل استاني العقد محفور عليه حروف وارقام اوه انت مهدينة الختمة بتاع الفالسو ماذا ختمة فالسو ازاي الحاجات الاصلية بس هيل بيكون عليها ختمة من الحمار اللي قالك كده انا اقولت حاجات انت مبارح مش قلت كده والفالسو له ختمة بانده يا حمار لا اخرص خالص اي والله يا عيبت بحدثك راجل كبير ومهمة كده وتسمع كلام الحمار ده يا جماح يا الحروف دي ايه اصلا زاد ب بس مش عارف اقرأ الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال اليمين وريني طيب الاختصر زاد ايه صاد يا بنتي صاد صاد به ايوه يا جماعة صاد به ده اختصار لي ايه يكونش 717 دي صاد به 717 ده ده نمر العربية تعتقدكم زمين ما كانش فيه حروف ارقام في نمر العربيات اه صحيح وكان فيه عربيات ليه ارقام اه حمار انت انا قلت حاجات اخرص انت خلاص ليه اضربني بالنار ليه ممكن سمك بربوري بربورك صابون بالموليف يكونش صندوق بيرا سمك بوري لا يا جماعة استنوا استنوا انتو بتحرف ايه صاد به اختصار صندوق بريد اه صحيح صاد به طول عبر صدوق بريد يكونش صاوصا بدر ما تخرص بقى محقاص على سينة صندوق بريد انا قلت اكتب لا ما تكتبش يا جماعة يا جماعة صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوزير عرفوا اه شيريهين صندوق بالصين ايه بالصين فعلا اه صحيح سيبك مني عم دهب ديتافه اساسا طب احنا هنوصل ازاي لصدوق البريد ده عادي هنكلم دليل تليفونات اه صحيح معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان معديش رصيد تليفون انا اه اه شوفي تليفون انا البطارية فضل فيها ثلاث شورة ما تاخدي تليفون بنت عمك يا هارا قبلك ايه اصيلي يا عم ده هاتي هنللي التليفون حركت رخيسة قوي خد يا بنتي الو سلام عليكم ايو لو سمحت عايز اعرف عنوان صندوق بريد سبعمائة وسبعتاشر ده موجود فين؟ يكونش سكر بره بره ايه بخلاص يا ابن اه انا قلتك تهيه ما تكتهيش يقول لي صدوق بريد ورسيه علي القلاص فين؟ مكتب بريد الحلمية الجديدة شكرا سلام عليكم مكتب بريد الحلمية الجديدة بتهزري هوا الحلمية ده ما كان بجد مش بس في المسلسل تبدي تعمل قبل المسلسل او بعد المسلسل مسلسل ايه بس يا بنتي خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده يلا بنا نشوف صدوق بريد ده فين؟ اه؟ يكونش صفينار بترقص سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا حج عايزين نفتح صندوق بيت سبعمية وسبعتاشر سبعمية وسبعتاشر سبعمية وسبعتاشر ايوه زح مظبوط عندنا عندنا انا عارفة انه عندكو احنا عايزين نفتحه وناخد لجوا راحت فين كوباية الشاي راحت فينك افضل يا حج الشاي اه متشكر العتب على النظر طب يا حج عايزين نفتح صندوق سبعمية وسبعتاشر هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحونه كده على طول ده صندوق خاص يعني لازم ان نفتحه يكون المالك الاصل بتاعه طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حج ايوه يعني باسم مين فيكم باسم مكاوة ابو الخير وحضرتك بقى مكاوة ابو الخير حضرتك ايه حج انت مش سمع صوتنا انس انا انسة يا حج اه لما اغزى يا بنتي العتب على النظر هو فين بقى الاستاذ مكاوة الاستاذ مكاوة عبال عندك مات الله ارحمه ودول احفاده ايوه وحضرتك بقى مين انا حرم المرحوم انا جدتكم معاكم اعلام وراسة لا معانا بتاقات بتاقات ماينفعش بتاقات لازم اعلام وراسة اعلام وراسط ايه بس يا حج بقولولو لكم معاهم بطيق تظبط انه هم احفاد مكاوي نيل وشريهان احفاد مكاوي انت بنليمين نيل وشريهان احفاد مكاوي نيل وشريهان نيل وشريهان والله العظيم من ساعة ما دخلوا علي انا عمالة اسابح عليهم واقول انا شفتهم فهر نيل وشريهان لا مش ممكن مش ممكن بس انا اول مرة عرف ان نيل وشريهان قر scissors جد verk reunited شفت بقى الدنيا دياء ازاي وصغيرة ازاي؟ نيلي وشريهان وجولك هم مع بعضهم وانت عملت قولهم إعلام وراسة والدني بطاية واسبات شخصية ده كلام؟ بطاية ايه واسبات شخصية ايه؟ ده هم نفسهم وشوهم بطاقة؟ ربنا خليك يا حجر ربنا يكرمك ها هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعاً ده نفتح لكم الدنيا كلها صندوق بس بس انا لي طلب رفاية عندكم قدي كده؟ انت تؤمر يا عم احنا بروفاية ولا تخيل اقمر؟ نيلي وشريهان بقى وزامن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوة والاستعرضات والاغاني بتاع الزمان الحلوة دي الفوزير دي نسمع منها بقى حاجة؟ طبعاً طبعاً ما تمام ايه؟ شوية كان الرجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق نسمعه اي حاجة عشان نفتح الصندوق اي حاجة واحد مش حافظ حاجة لشريهان نيلي يلا نيلي يلا شريهان تحيتكم بتاع الزمان دي؟ تركش بقى حاجه تفرج بقى نشوف بقى ربنا يسمحك يا جده كله عشان خطر الفلوس سوري يا فنانة نيلي أسفق أستاذي شريهان سيادة قام العمب طبعاً 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 أمل عرف تفهم انه عري سوك 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 على الموضوع هاختبكوا سوك فوعك ما تزوكش فقرك مان نوع مان نوع سوك على الموضوع بدي واحد اثنين ثلاثة بقى الله because الله مان الموسيت بصراحة والله والله انتو اتفضلوا اتفضلوا يا جماعة منولينا والله منكترلنا 917 لونت شفناها تعالى تعالى انت شكري اتفكر انت على الله بقى بالمناسبة الجميلة دي بقى يعني نسمع حاجة كده لا خلاص بقى لو سمحت معالش هما تعبين دلوقت انا بعدين هاجيلك على رواق كده واجيبلك معاما حبود شكوك بجد اللهي ده واحد واحد اتفضلوا شكراً يعيشوا بقى سلام عليكم هالك سلام سلام استاند راحة فين؟ هات المفتاح خارج دي معاك مفضل شفمية او سابعت اوش اه لا تهني اگدو ايه يا بنتي في ايه؟ بقى لك ساعة ما قعدانا جنبكم تننحة في البتاعة دي؟ ما تقول لنا حاجة؟ ما حضرتك انا مش فهم حاجة في المتاهة دي؟ طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي؟ مش هينفع مهما فيش اي حاجة مفهومة في الكلمات المتقطعة غير ان الحل في المتاهة، وانا عمل احل في ام المتاهة دي؟ والله ما في متاهة غير اللي احنا فيها طب وهي المتاهة دي حاجة ايه لامواغزها؟ ازاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني ايه مش فهم برضا؟ محضتك انا كمان مش فهم اما هو دا اللي بقوله من الصبح لو كنت فهم اما انا كنت قلت طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجة النهاردة فانا بقول هناخد المجلة نروح بيها ونوعد نفكر كده براحتنا ولو وصلنا لحاجة نقول لحضرتك اهه دا اللي هو عند مين؟ ش ساعة كامية يعني؟ همو اخذ المجلة دي هتفضل هنا في الحفظ والصول لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي دا مكتبكو برضا ايه دا؟ انا افتكرت حاجة مهمة قوي موكت الدين مجلة ثانية ثانية بليز حاجة مهمة جدا اه فهمت حاجة؟ لا انا فهمتش برضو طيب انتو تراوحوا كده تفوقوا نفسيكو وتشطفوا كده وتروقوا ولو لقيتوا نفسيكو قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وأنا خلى حدي فتحولكم اوكي تانكيو باي 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 سلام عليكم شرامة الله بركاته دا الراجل دا حويت قوي من ساعة ما حط ما نخيره في الموضوع وهو عامل زي الأراضة مش هيطلع إلا بالدم سيبك منه سيبني منه إزاي بس دا مع المجلة واحنا معانا المتاهة متاهة؟ معانا المتاهة إزاي يعني؟ فاكرة لما قلتله هيتحيت المجلة بسرعة عايز تشوف حاجة؟ فاك خدت المجلة وعملت نفسي كإني بفكر في حاجة وروحت صورتها دا برافو واريني يا بنت اللازينة هي مناخيرك فيها حاجة إنيلي؟ مناخيري؟ لا من هنا كده بصي سوعت نفسك سالفي بالوش إزاي عملت كده؟ الكاميرا كنت معمولة على السالفي أخبية، هنعمل إيه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه أي حاجة ماشي يلا إزاي عملت كده؟ تعمليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي اوه، بين بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده ما تخلص با يا أم بندق مش ممكن يعني بصوا أنا أصلي لازم أحرق كده كم كالوري عشان الكرش ده يمشي طب هو عشان تحرق الكالوري زي تحرق دمنا؟ احنا عزينك في حاجة مهمة وانا ما قلت شافها منكو حاجة بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه ماشي، هفهمك تاني دلوقتي الكلمات المتقطعة بتقول إن الحل في المتاهة والمتاهة فيها محظوظ مش عرف يوصل لعربيته فهمت حاجة من الحوار ده؟ صراحة لا طب هنعمل إيه إحنا دلوقتي حضيتك؟ خلاص ما عندناش حل غير إن إحنا نروح زيارة البابي في السجن ونسأله هتسأله ليه؟ ما تسأله محظوظ؟ محظوظ مين؟ محروفة اللي هو محفوظ هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ أو محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح كان اسمه محفوظ بس هو بقى كان بيندقل ويقول له يا محظوظ، يا محظوظ، طالت عليه محظوظ أه يا شوية هفيات، معرفت شربي بقى حتة بيتي زي يجي تقلبك وتخلع مش أنت اللي بعطينا للسبوت ده بتاع الحرمية؟ كنت عايزهم يعملوا فينا إيه؟ سرقونا طبعاً والجوز الخيل اللي كانوا معاكم ما عملوش حاجة؟ ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خلتي هم بطايق بس والبيت اللي علمت عليكو دي كان شكلها إيه؟ تخينة كده تخينة كده؟ لا، هي مش تخينة، هي مكورة طويلة ولا أسيارة؟ أسيارة مدورة ومكعورة وأسيارة ها، وبتتكلم زي البيت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ أيوة، بالضبط يا خلتي، ولونها موقف كده خلاص عرفتها، هي مفيش غير، فاتحي لا، هي بنت مش ولد ما أنا عارفة أنها بنت أنت تعافيها بجد يا خلتي؟ ده نعرف معا يا مفاتحي، أنت يا وليا يا مفاتحي اطلع يا حتي الدلدني وردي علي بدل ما بازع كرمتك في الحارة كلها مين؟ صدت صباح؟ يا أهلاً وسهلاً لا أهلاً ولا سهلاً فين الجاموسة اللي شبه البقرة بنتك؟ وإيه لازمته الغلط ده صدت صباح؟ استني بس، هو أنتوا لسه شفتوا غلط قولي للجاموسة اللي عندك دي تنزل بدل ما طلع لها مد قدية في كرشاقة أطلعها من زورها وأقلبها لك ده هو زي الشراب خلتك جامدة بس مال على أموم هي مش هد خرجت خرجت راعد فين يا ولين؟ ما عرفش خرجت وإنتي هتعرفي عن بنتك حاجة وإنتي شكلت كده؟ خشي تنييلي خشي جوه عربيتي حاول الله يا ربي بس ود عب نفساً من البستات انزلي من العربية يا حرمية انزلي يا بيت إيه يا جماعة أنتوا فين؟ معقولة كل ده عمالة دور عليكو؟ بتضوائي علينا ليه يا فتحة؟ عشان تقلعينا هدومنا وتستعينا؟ حد الله ده أنا قلت بس روح مشوارة على ما تخلصوا وتجولي طب وبتاخد العربية معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني تحق عليها لقيتها وقفة قلت البطارية هتنام قلت سخنالك والله فين الحاجة يا بيتة حرماية؟ حاجة حاجة ايه؟ إنتي هتستعبط يا رحمة ما تطلعي الحاجة بدل ما عمل معاك زي ما عملت مع السيد عظمى فاكراه فاكراه إلا سيد عظمى اصطلق يلا خلاصي أولاً انت جامدة جداً عملت إيه بقى مع سيد عظمى؟ لا لما تكبري بقى أحب أقولك بعدي يوار خد يا سيد الحاجة بتاعكو ايه؟ كاملة؟ كاملة خد شوف الحاجة دي لتكون نقصة حاجة عشان أخلص عليها نقصة ما فيش حاجة تنقص معايا فين الحلقة بتاعي؟ حلقة؟ حلقة ايه؟ الحلقة دايمند اللي انت لابساه اتلعبت بالحلقة يوو خد يا سيد كنت أروح بيقف انت كلنا حرماية في الخير مساك؟ هاتي يا أختي خد حبيبتي تمام كده؟ شكرا هاي خلاص قلنا تمام؟ وقل لي تماما يا رحمك انت فاكراها هتعدي كده بالسالدة انت التحلامي يا سيد تصباها عليها الطلاب التالتها ما كنت تعرف انه هم تابعي وبعدان خلاص بقى انتوا يعني مش جايباني من مشاخة القذر انتوا جايباني من قهوة الحرمية طب يا أختي ما تروتيش كتير في الكلام قديك يعرفش ما تبقش تعمليها تاني دول تابعي ماشي حاضر بس والنعمة ما انت بشة وانت زعلان لازم اصبع عليك طب هتولعي على طول ولا لسه هترلي؟ انتوا لسه هتولعوا وترلوا يلا يا خلتي عايزين نروح ايا يا بيتة اخدلي نفسين بس تعدل دماغي عالصب خلاص مفيش مشكلة نعوضها المرة الجاية ان شاء الله والمصلحة بتاعيكو اعتبرها مقدية والله هنجيلك مرة كمان عشان تسرقينها تاني فين أخلاق الحرام الشريف؟ فين أخلاق الحرام المصري الأصيل؟ خلاص بقى يا كابتن انت هتقعد تقتتني قلتلكم والمصحب ما كنتش عارف انكو تبعي الست صباح وبعدين خلاص المرة الجاية اي ضقة نقص مني هي عارفة اولي ايه واخري ايه هتجابني على طول من قفاة دي قد صح بتمك ده مفكش توق ما خلاص بقى يا روح عمك انت هتقعد يتسياحيلي يا جماعة اهم حاجة نشوف مصلحتنا احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رمية الكلاب اه معاك حق وما تقلقوش منه انا عارفة ديت طول عمر كلامك انماز خلاص يبقى احنا كده اتفقنا تقول الصبح ان شاء الله على الاوى نقد المصلحة لا صبح ايه بقولكوا ايه تكل انتوا على الله مع السلام اطلعي بيت تحضر الولع وخلهم اتتحضر الفطار وقولي لا ما تنساش البيت عنايا الشقة هتنوع يلا سلام انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت تترجع العربية بتاعتي يا خالته صباح يا روح قالتك صباح مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي طب لما تعرف بقولي سلام بقى حبيبتي يا خالته يلا يا عندليب خالتك دي ارجل من خالي يعني هم راحوا قهوة الحربية عشان يسرقوا العقد مظبوط ساعاتك طب وتفتكر اذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده والله واحنا نخليهم يسرقوا ليه ما نسرقوا احنا الاول واحنا نتعب نفسنا ليه ما نسيبه هم يسرقوا وبعدين احنا ناخد العقد يعني تقصد هم يسرقوه وبعدكده احنا نسرقوا منهم ما انا قلت ايه مظبوط اضاعي الله عليك يا ابو المفهومية يا مدمخت التيل بالداب يا رايس يا مداب ياه 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 عجب كتساعتك يا حلوة اقوله لك تاني يا مدمخت التيل بالداب يا رايس يا مداب خلاص بقى ما تلخبش بقى من تولتها هونت لك حلو عنا قطن الليل انا executive عايز عينك عليهم علي طول واي حاجة تحصل تكي تبلغهالي حاضر حاضر ساعتك بس هو كان في حاجة كدا كنت عايز اقولك عليها خير مفيش احنا من ساعة ما العملية ابتادت يعني وما اخدتش منك ولا مليم فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على عالة ماشي نفسي بيها بص عليك يا ضاحي انت طلبت حاجة وانا قلتلك لا لا عمري حش عنك حاجة لا طب ملما هو لا لا ومال ايه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ اه صحيح بص عليك لاحظة واحدة ربنا يباركلك يا رب بص هناك بص هناك حاضر وبيشوفني ازاي بيشونك ده اروح الملحة بقى روح اجيب شنطة عشان اخد فيها اخد فيها دي ده عمك بيها ايه؟ انت اخد عشق ليه والبقى تروح لك زخانة تجيب لي بيه ده والضغط طب ممكن اجيب لي ساعاتك شريط واجيب ليه شريط هاد اللي ده والضغط يا ضاحي بقولك حمود اه حاضر انت مميش بقلبك راح بقى حاضر 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 الدهو يا ابني مش كعيدة اه حاضر حاضر فقص عليك فقص عليك يا ضاحي بجد ايه 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 احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرمية تاني عشان تسرقنا تاني على فكرة انت اللي جيبتيني هنا تاني ومشيني وراك تاني وجرجرتين وراك تاني أمال إيه يا سيف؟ انت عايزني أجي المكان دا الوحدي؟ وما خلاص بقى انت هتبضايشك كاية بكاية كده إحنا كده كده عايزين نجيب العقد وبعدين الحرامي اللي نعرفه أحسن مالي ما نعرفوش ولا إيه هاني مظبوط ياد، سيب الحشيش ياد انت جاي تساعدنا ولا جاي تستبع هنا شو شو ما تفصلنيش أهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار هتعيش راجل ولا هتعيش مبسوط طيب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فاتحة عشان نخلص من مكان الزفت اللي اعنا عادين فين الوقت بس بس اهي جات اهي بس يا مان اعملها في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان لبنان انتو بتستعبطوا ولا انتو مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانة رانيا يوسف يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية ما هو المسلسل اسم الخنازير البرية؟ بجد ايوه الستايل بتاعها خطير طيب تطيرها ايه؟ شايفة شايفة الشعر الاخر مش القرف اللي انتو عملي هنه؟ اه دربالنا راسك بمية اكسوجين وعملالنا على فرانكا اخ راسي بدل بجد وحيات ربنها عايق السلام عليكم وعليكم السلام ايه اللي اخرت كده يا فاتح؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان اللي قال في الحتة بهدلون طول ما انا ماشي يجروا الشعباتو يجروا الشعباتو طيب وما فرملتش فجأة ليه؟ يوقع على طول مجادش بالي بقى عاليش الحمدلله على السلامة يا ست فاتح الله يسلم يا ست فاتحي اغمع الجملة دي مش رجبة معايا مفيش حاج يسميها الست فاتحي ايوه صح ايه موضوع فاتحي ده يا فاتحي؟ انت باباك يسميك فاتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل ييمش لكن انا اسمي الحقيقي جايدة طب والنبي وانت جايدة هتلي معاك ولعا هاهاهاهاهاهاهاهاهاها ممكن تديني شافتها؟ اه تفضل سيف ايه؟ اكيد اسم جايدة عليكي اغرب كتير بالنسبة لي من فاتحي فاحنا هنقولك يا فاتحي عادي ماشي يا جماعة ممكن شوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت اشان انا متوتر جدا ومالوا المكان ده ده انا بفكر اتجاوز وعدنا بقولك يا ست فاتحي نعم اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جيتلي متأخر اخر تربطين لسه مأجراهم سيبك من الوقت المصطول ده خليكي معايا انا دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العود اللي احنا عايزينه من المتحف اعتبرين معاك يا قبلة بص يا اسادزة اهم من الشغل تثبيت الشغل وتستيفه احنا بس اهم حاجة نعرف كل حاجة عن المتحف المتحف ده تأسس سنة 1838 كان بتاع واحدة اسمها نازك هانم الغندقلي نازك هانم الورصة بتاعتها اللي هم احفادها اتبرع بله وزارة الثقافة سنة 1957 لما اتبرع بله وزارة الثقافة سنة 1957 اتتعبت في دماغها ككابتن ولا ايه؟ تاريخ تاريخ ايه انا مش عايز اعرف ده انا عايز اعرف كل حاجة عن المتحف يعني عايز اعرف مدخله مخارجه البروز المناور فيه لما اخذة كام كاميرا مع الشياء جوه المتحف ودي اعرفها ازاي بقى يا فلقوسة فلحوسة؟ لا فلقوسة احلى عليها مش فارق هانعرفها ازاي بقى هو انا عاوي لحضرتك يعني مستنياك تيجي تقول لي هنعمل كده ازاي انا صحيتي الصبح كده رحت الفكرة فطت ونطت في دماغ رحت قلت ايه؟ يا بيت تلبسي سايحة اجنبية انتي كده لابسة سايحة اجنبية؟ اه طب وحيات باباكي اللي سميكي فاتحي انتي كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قالب على ارباني يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي احلى كلاب الكلاب البولندي يكرم اصلك المهم بقى وانا روح المتحف لقيت واتشي كيميكي كده مع عدة اصلي رحت سالتها منه العدة بقى رحت مسورة بها كل حاجة بقى من الصغيرة للكبيرة في المتحف حلو قوي فين الصور بقى؟ لا اما انا بعت العدة وانا جاي وخدت التام ايه؟ بصور اما لي اعني اخسر فيها؟ انتي حرمية ذكية قوي ما شاء الله ما تلاقوش يا اسادزة المتحف كله هنا هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني ملكش دعوة بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي بص يا امور انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على نصيتين يم قبلي ويم بحر احنا بقى نخش من اليم البحر عشان تراوة طب اليم البحري دي بقى من اني شارع لا يا حضرتك مش على شارح دي من المية جوه النيل في البحر اه يعني احنا نعمل نفسنا تمسيح طالعة من النيل عشان الناس نخاف وتجري تمسيح ايه يا كابتن هنخش بمراكب ايه 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 انت تلاتي زكية على فكرة انت عارفة النيل بيجيب بوزيتف انرجي سيبكم الاعالي السيس دي وخليكي معاي انا دلوقتي احنا هننفذ العملية امتى يا معلمة نجفة اولا ما اسميش نجفة ناس مختك فتحي وانا شافوكم متوترة كده واخد العملية دي على صدرك وزعها بص يا قبل احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جاء العملية بنشد فلازم قبل كده نرخيع المهم يعني انتو النهاردة بالمشيئة كده كلكو تجوري في مرسى المراكب اللي في المانيال ونتكل على المتحف امين امين احمد واسماعين احمد احمد۔ هنا ما كان دا هو هنا اعم شكله عف Hispan已经 انت خائفة من العف violet لا خائفة من المكان شل يا فين بقى الست الهانم معرفش لا انا بتخض ايه ده سامو عليكم ايه راح فين ايه لسا معليكم ومشي انا جاي لك هو فاتحي انا عايز اسألك سؤال فضالي هو انت وانت صغيرة لما قالوا لك ان انت هتبقى حرامية الدوكي ده كيونيفورم يعني اه بنيباشوا بكبر معانا بيكبر معانا ايه يعني انت يعني انت بتخرج من بيتك كده عادي بتمش بالشارع عادي اه عادي باين جدا يعني بتروحي مثلا تروحت اشتري فولو طعمية باللبس ده ما عنديكيش مشكلة ده لبس عصبات من ساعة ما الدنيا تخلقت من ايام عصبته القناع الاسود ده عاملوها في عنتر وليب لب سيف مفقوسة مفقوسة جدا دي مش اول مرة تسرق هي عارفة كويس هي بتعمل ايه قوليه لو والنب بقولوله عشان بس ما فيش وقت والنبل الرق ده ويلا بنا نشوف شغلينا ايو يلا يا جماعة نسرق انسويك ساعتد يلا بينا يلا عن ماركب يلا ماركب هي بيها نركب الماركب دي كلها نتفدح تعالي يا بتاعي ايو يابني هي عندها تيم بتسرق بيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خش يوه ها بس احنا كده وصلنا المقار نبتدي بقى نوزع المهان يلا شرهان وهاني هتخشوا المتحف تشدوا سكنة الكهرباء تقطعوا النور عن المتحف نيلي وسيف تخشوا عند العقد تيجبوا العقد والجولي بس وانت بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا عجي على خالتي هنا سكنة في الكتكات اخدها فسحة شوية في الفلوكة الحلوة دي وانتو على ما تخلصوا تدوني الرا الناس غنانة اجلكوا الروح سوا وحيات امت جريب لا في ايه؟ ما انا قلتلكم من الاول ان الشغلانة دي محتاجة رجالة معايا الله وبعدين انا استنبقى لي كتير ما عملت الشغل بايدي وكمان ولا اليكتو على مكانتي الاجتماعية اسمحولي بالشغل ده فاعم عزة العلاي اللي هوحنا راح نفجر الات وبعدين احوار مكانتي الاجتماعية ده اصل انا اصلي ايه؟ بصوا من الاخر كده انتو شكلكوا ولاد حلال وانا حبيبكو يعني زي اخواتي واتسمت فيكو الخيئة فبص انا هجيلكو عالضغري واحكيلكو بصراحة انا اصلا مش حرمي انا بسرق وانا مجبورة الله يسمحك يا ابو خلتني كده مقهورة طلعني ليه حرمي انسانا مش بتربي ايه ده؟ هوا احنا طرعين نسرق مع فهد نجم استنى هي مش دي اغنيت مع احترامي انا مش حرامي؟ مين دي؟ يا احمد فهد نجم بقولك يا فنانة هتعود تقول لنا بها صعبانيات وتغني علينا الكلام ده ما يقولش معانا انتي ابضى فلوس وانتي اللي هتخش تسائل عقد خلاص يا شريهان لو هي مش عجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضة سيد عضمة هي هتعرف تتصرف معها هتقرفونا كل شوية صباح صباح الشغل انا المنائلة اللي انا غرست نفسي فيها دي قلصونا يا جدعان هطلع معاكم يبقى استبينا هطلع انا وفاتحي وسيف نجيب العقد وانتو ترقبولنا الجو سيف ايه ما تطلع انت وفاتحي وشريهان يعني ايه البنات تدخل تعمل مهمة وانت تقلط تتفرجوا يا سلام دلوقتي البنت مش زي الولد فين البنت المهندسة والمحامية هي بقت حرمية مش هارض عليك معلش المرة دي هتبقى لها درجية يلا بقى انا مش عارف ازيان هطلعك واطلع اسرق انا دلوقتي يا سيف كيف هي دلع بقى يلا ما تعطلناش خد يا عم الوضر الخير خد الشافاء عشان ما تخافش يلا معاك تورتش اياتنا وورلك جوه يلا بسم الله الله وقفش يلا يا عم حاضر هيا هايا اسنيدوا الطفلة ده هوهوهوه عم ابراهيم هنا خنقة قوي خليني نطلع نستناهم برا في الهوا بقولك ايه هي خالتي محكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمة لأ مش عارفة هي قالت لنا هتقولنا لما نكبر قايجز حاجة عيب المترجم للقناة تجري؟ خلي فتحي انت هتبعيني ولا ايه؟ فتحي شايف البوزيتيفيتي اللي طالع من النيل؟ الجو تحفى شمانتي البوزيتيفيتي اللي طالع من شكمان الماركد؟ مرة شايتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا لان انا مش بتشوف الحاجات النيجاتف اللي زيك دي طب ونا بيتلهي على عينك بقى بالنيجاتف والبوزيتف بتاعك ده عشان انا شك ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانة دي شكة ان المتأكدة ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف مجيبه وجهة نظر يا نيلي اول مرة تقولي حاجة صحة طعالوا افتحته char la 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 يا اللا دي انت اللي غابة المتخلف خلصونا الناقرب بيوكوا تعالوا 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 انت روح من هنا هتلاقي سكنة الكهرباء شدها تقطع النور و الجنة عند العقد يالله و みاشا معلمة وانت تعالوا هاجي في ايه خلص طي يا فتحي يالله أصدر يا رب العقد في المكان ده فاقي فين؟ اهو اه هو ده بس على مهلك بقى اه أصدر هو ده اللي انتو عايزينه ايوه ايوه هو صح يا رب ما الكهرب شو النبي بس لا الله اسكني صحيح ايه ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور ايه عم السيميليتور ده احنا في دريمبر السيميليتور ايه بيقولك جنريتور اللي هو الجميريتور ده اللي هو بيولد كهربا يعني اللي هو بيعمل ايه بيولد يعني ماننور يقطع هو بيولد كهربا اه انت أصدق الـ UPS انت عارف الـ UPS ومش عارف الـ جنريتور اه يا أخي عارف الـ UPS وبعد ما هو احنا اصلا خلنا يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع الـ UPS مش هيشتغل انت متخلفة الـ UPS اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل استغفال الله يا عزيم يا رب استسفوا حضرتك اللي حرمه ولا أنا اللي حرمية انت طبعاً اللي حرمية طيب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل انا بدرس بتدرس ايه؟ اه هندسة كهرباء هندسة كهرباء انا ينفع قفتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتك انت ما بتعملش اي حي غير انك بتفتي في شغلانتك ايه يا جماعة؟ ايه ما خلصتوش لايه؟ هنخلص حالاً بتعملي ايه؟ يا عم خلص بقى انت في ايه؟ الانذار هيضرب مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياة ان انا اخذ العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خطر الانذار ما يضربش ايوه خلاص انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج إزاي بقى يا سيتي كاسرين زيتها جونز؟ هوريك حالاً هتتعرف إدك ده؟ خدي يلا هوي! اللي أعاني تنسكوا على إيه؟ طيب يلا نهرب إحنا يلا يلا لا لا يناي مش هينفع نهرب ونسبهم أنا عايز العقد برضو وجهة نظر أول مرة تقولي حاجة صحية شريهان امسك نفسك طب عبتح لعلي هالي مش هاجر خلاص ما تقعبش فيها هالي هالي أنا شو قادر واضح لها النهاية لا نهاية إيه؟ إحنا لسه في نص رمضان طيب تكملوا أنتوا الطريقة هالي أنا المشاه أنتي بتأثر فيها قوي بس ما فيش وقت يلا نقطوا يلا يا خلاص حتي ما تستموت لناش مالس اسمت علي اسمت علي هم يعملوا إيه؟ هينطوا؟ يلا هوي؟ أدا بتطلع أضغوطة قوي يا أمال إنت فاكراك كي برتاج ولا إيه؟ طب أنت مرقش عوامة بطا لا بقولك إيه؟ شجعها كده ونطي قفزة السكر arn يا هلو تهدين ما حرومي ما يكفي إن مساعاتンダ المى عليهم تهدين يا تالو! مش عارف سمع دي كلام كوني انا وجيت معاكم مش لما عندكش شخصية اه اه يا جماعة انا بنزف جامد قوي محتاج نقل دم فاصيلة دم نادرة انا كده اموت خلاص بقى يا سيف شكلها حاجة بسيطة يعني مش هتنوت ولا حاجة بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجيالها دوني دم ايه يا جماعة ده جرح سطحي جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاص لده سيل في كتفي بقولكو يا كباتن العودة ده فوش فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفة يا اختي يعني ايه فوش؟ يعني فالسو يعني اي كلام يعني مضروب يعني تلع فتش وفا فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني الحاجة تانية اه بموت بس بقى هنعمل ايه في المصيبة دي؟ طب اسمعوا احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه؟ انتوا عايزين تاخدوني لحمة وتقولوني عظم ولما روح للمستشفى يقوليني ملك في كتفك في ايه؟ يقولهم ايه؟ ده كاتشاب؟ انا مش هاعلى وحدي كلكم اعطوهم ايه وادرجاركم كلكم بقولك يا كابتن اهدى على نفسك كده وبداش افوار عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده خلاص يا جماعة احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفة في موضوع العقد ده وكتفة وتشوف لنا صرفة في موضوع كتفة وتشوف لنا حاجة انا كله عشان ميتين متجوع كلنا يلا بينا خدني معاك يا هاني خليك بقى هاني انا بقى نزل فيها هاني السلام يا عم إبراهيم خلي بالك من نفسك انت واسكة في عم إبراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا هيفتن علينا اكيد ده سمع كل حاجة ده مخبر اساسي اه هاني ايوه الرصاصة لتزال في كتفي انت مرجعتهش لحد دلوقتي انت اتذر معلش لما انا وصل بالسلامة يبقى ترجعها لهم اهد اهد في ايه انت يا عام يا الناور العالي ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ده ايه؟ ما تطوليش بقى فيها نور في ايه؟ في ده موسيقى موسيقى